لا ما تقدرش تتنقذ في الفرناج يعني مرحبا بيك في داميري بودكاست انا طارق الميري صاحب البودكاست هذه الحلقة بالعربي ومرة تكون فيها مصطلحات شوية بالانجليزي في البداية حبيت نشكر كل دعمين داميري على الباتريوم بصدق نحبكم بكلكم وانا سعيد جدا بكتر الدعم والحب اللي يجي منكم على مدى السنوات اللي فاتت اللي خلال داميري يوصل اللي يوصل لليوم لو انت شخص متابع جديد وحبيت بما انك حسيت بالاستفادة انك تشترك الحكاية سهلة هدا الرابط السعر اقل من حق توسط كهوة تحصل محتوى خلف الكواليس لينتاج الفيديوهات اخبار حصرية على الباتريون فقط شكرا 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 السؤال او الفكرة الكبيرة من حلقة اليوم هل تعدد التقافات واللغات يؤثر في تفكير الشخص وطريقة التواصلة واسلوبه في الحوار ادريزت الاسبوع مع رفاء رشيبي محاضرة في جامعة طرابلس في مجال اللغويات التطبيقية مهتمة بتعزيز وتعلم اللغة المستقل رفاء شعوفة باللغة والترجمة زي كل حلقة هدرزنا عن رحلة رفاء البداية العاقلة اللي واجهتها الانجازات اللي حققتها المستقبل والاهداف والاحلام واكيد الجزء اللي يهمني شخصيا ودي ما نخمم فيه في اخر الحلقة اللي هو الروتين والعادات اليومية الحاجات اللي ممكن تساعدك وتلهمك انك تحقق اهدافك انا متحمس متحمس هلبة ومتأكد انك هتنزجن في الحلقة بالذات لو انت شخصيا يضايقك ان الناس تخلط في الكلام او انت في الطرف الآخر تعالي من مضايقات الناس لانها تنتقد في طريقة كلامك موتين يلا نبدو شن حالك كويسة كويسة هلبة الحمد الله احنا بنعادة نروحي شوية هيكي مرة مرة نلبس فيهم في الديكوريشن بس مش بتعود بيهم زي ما تشوفي عرفت الساسبندرز همها هيكي ستائل معمريش حاد شفت لبسهم مع تيشيرت هيك شوية ستائل ستائل خاص بطارق كلماتك هيكي فيها رفق يعني هل هذا هو فعلا اللي تقصديه ولا ولا ملبس يعني انت تنفع تكون محلل لغوي في البراغماتيكس لان كل حاجة لها معنيين في اللغة وانا ينسر حلبة بالمعنى الهيك المتسوس يعني في معنى مجرد وفي معنى مبطن مبطن عنا ينحب المبطن هلبة يعني نكلي ولا م بباش ميجي عادي مهم مبطن نحب فاهم المعنى اللي وورا البعنى يعني في وهدي إسي ما تقول لي فرصة في الحلقة هي ب Villa وحضورك وجودك أنت ننغمس في المعاني و النشاء اللي حاجات المبطنة يعني ما عندكش مشكلة. لا ما عنديش. المهم يكون معاني كلها ايجابية. طبعا هي حسب انا انا ديما نفسر بالايجابي بس حسب المفسر هي يعني. ما ما نحكيش على كنتي نحكي على جزء من المرات اللي يسمع حسب المود اللي هو فيه حسب المرحل اللي هو فيها سماعها وتفسيرها يكون مختلف يا. وباش من نتغوصش اكتر كان لي حوار مع كاتب من فترة قصيرة يقول لي الكلمات ديما تخفق لي هي ما توصيبش انه توصل معنى الحجاني اللي انت تحس به. فقال سألني سؤال قال لي متلا انت لو سألتك شن شعورك تجاه بنتك? حتكون نحبها وحتوصفها وكده بس الاحساس اللي الداخل مش مية في المية راكب على الكلمات اللي حنعبر فيها في اللحظة نفسها يعني. ما نعرفش ممكن تحليل عميق نرجع لها بعدين. هكيد عندك اكتر من النظرية فيها. مازال حالك كويس؟ الحمد الله. خشوا على الابسط حاجة في في الخلطة الجاية بتاعتنا. يلا. مقدمة. من انت? رفا. بداية بالاسم على فكرة جاعد لتوا ما نعرفش معنى اسمك انت. اه اوكي. خلاص نبدو باسمي. اسمي رفا. اه حسب ما ورده في القموس معناه انه هو لم الشامل. هو في همزة في الاخير. هو بالهمزة في الاخير. اه اوكي. وعالسطر مش على الالف. اوكي. لان حسب ما شفت. لان ما كنت ما يسألوا فيه هو بالرفاه والبنين. لقيت انه اصلا هو يقوله بالرفائي والبنين يعني. مش بالرفاهي والبنين. مش ها. مش بالها. ولا كنت قدر تستخدم الاتنين يعني. بحكم انه رفاة من الرفاهية. ورفاء من لم الشامل يعني. هل لم الشامل بفي حالات معينة باسلوب معين ولا ليش ليش صار الفراق يعني. لا ان شاء الله ما ليش فراق. يعني مثلا في هو يعني لم الشامل من ناحية الانسجام. اه اوكي. انه تنسجم مع كل الناس وتجيب كل الناس في بوتقة واحدة. يعني بالانجليزي هارمني. اه. مش عارفة لو يعني. تعزومة لما يعني. لما ايه. لكن مش عارفة لو هذا جزء من يعني هل اسمي ليه وقع على شخصيتي فعلا او لا بس اه. 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 تحبي زحمة ولا تحبيش يعني. على حسب. اوكي. على حسب. يعني رفاء منظم يعني. رفاء. مش مش عشوائي. لا مش عشوائي. اه ما غير الاسم انتي حوسك ومواضيعك وتخصصك. خلب حاجات. خلب حاجات يعني. بس في في اللي هي البريف يعني. يعني هو اه كيف بنقول لك. انا موليد اه بريطانيا. اه. وعشت حياتي شوية ليبيا شوية بريطانيا. يعني اه. وهذا طبعا ليه وقع كبير على كيف نشوف الامور وكيف يعني خبراتي وكيف عشت. كيف يعني احداث التوازن ما بين هويتك اللي ربك عليها اهلك وانت خبراتك يعني. اه. الى ان توصل لمرحلة وتقدر تنطلق اه بروحك يعني خلاص ان انت استابلشته كده. اه. نحب اه تقديم ليبيا. ممكن مش تمثيل ليبيا بس تقديم ليبيا بشكل غير رسمي. اه شيء تاني بشكل يعني اه كيف انا نشوف في ليبيا. اه. نحب تعليم اللغات. تخصصي هو تعليم لغة تطبيقي. بالانجلش اه في البداية وبعدين خشت في امور تانية. بس اكتر شيء كنا بنحط عليها يعني تايتل يعني عنوان لكل شيء هو التعليم. التعليم بالنسبالي هو الام يعني الموتو يعني ماي لايف موتو يعني انا كيف ممكن تعليم يقتر في حياتنا ويبنينا كاشخاص. اه. وحنا كمعلمين دورنا تجاه ومسئوليتنا تجاه اللي يجو يقروا عندنا. اه. سواء كمؤسسة او كاشخاص. اه تبادل تقافي طبعا. اه واحدة من الاشياء اللي انه مهتمة فيها. اه. بحكم ان اشتغلت في منظمات دولية. اه. والمنظمات هذه كان اكتر اشياء اشتغلت فيها مجال التعليم برضو. في حد يعني منك انتي. اه. اه. انا منتج وانتاج لي بالاساس. مش عارفة انا كتبتها صح ولا لاخبطتها هيكي. ولا بتتذكرها انتي. المعنى من هذا ايه. اه. انا نذكر انا قلت لك برودكت. اه. لان في اول بداياتي في بريطانيا كان اهلي حريصين ان انه. انه يصير في انغيماس في المجتمع الانجليزي. بس في نفس الوقت انه تكون عندك احاطة ودراية انتي من وين جاية. اهلك من هما. اه. عادات تقاليد. في نفس الوقت قرينا مدرسة الليبية. مع المدرسة الإنجليزية فديما في بالي أن هو هذا المنطلق هو هذا المنطلق والانطلاق هو الأساس ولما رجعنا لليبيا برضو أنا كان أنت تعرف ممكن اللي عاشوا بره ولما يرجعوا يقروا في مدارس أمريكية وأجنبية فأهلي كانوا ضد الشيء هذا يبقوا نندمجوا في المجتمع أو يكون فيه إنغيماس حقيقي يعني قلنا مدرسة ليبيا عادي وبعدين يعني أنت لو أنت في البلاد اللي أنت فيها لازم تكون جزء من المجتمع بيع وفي نفس الوقت يعني ما قلنا بتفصيل أكبر ما تغيرش عليك هلبة حاجات لأن المدرسة الليبيا هنا نوعا ما نفس المنهج الأساتذة والأساتذة التي تمشي على اتنين صح ما نقدرش نقول أستاذات يعني بحكم وجودك أنت تصلحي لكل شيء اليوم يعني لا لا ما نظر لا هو مش أنه هو الضروري بيتغير يعني فيه فرق كبير ما بين في النمط الحياة ما بين بريطانيا أو ليبيا بالرغم من المدرسة والمنهج والنعمات تقافة هذي لكن فيه يعني أنت تقرأ قيمات الأسبوع كلها مع في المدسل الإنجليزية وأنت عايش في أصلا منطقة كلها يعني يعني يعتبق ويت مش في وين ما فيه الجاليات أو وين ما فيه وانت في نيو كاسل بدات في الشمال في نيو كاسل مش تنوع كبير تحسي هو فيه تنوع بس إحنا إذا ما قلت لك يعني أهلي دي ما يحبوا وين ما يسافروا وين هم إحنا ندمجوا مع التقافة البلاد يعني فكان هذا يعني لحد كبير صعب في مرحلة بمراحل بس يعني بعدين مشت لمور حنفصلوا القدام شوية بعكران تخفيف حمنا شوية من وين جيتي وش أنت تفكري وش زق من اهتماماتك وتخصص والنوع مع الشغل بس من غير زي ما قلت انت لايف موتو اللي هو التعليم وكيف التعليم يدير نقلة للشخص يعني يغير لحياته يعطيه فرص أكبر وتركيزك انت التعليم من منطلق المدرس اللي كنتي درستي بس بغض النظر عن حاجات هادية انت عندك لو نحطك في كورنر اللي هو مرات محدود حسب أنين عارف عنك انك انت عندك شغف كبير على موضوع اللغة والكومنيكيشن اللي هو التواصل من عدة زوايا يعني يمكن الزاوية اللي يعني نبدو بها عندك ماتد معين بديتي تعلمي به توا ويمكن حتى من بداية في تدريسك في الجامعة في ليبيا اللي هو ما عارش ترجمة صحيحة لها يعني لو تحكيلي عليه شوية الموجه اللي استكشاف الموجه عنده هدف وانت توصله لي بطريقة معينة بين غير ما انه انت تعطيها له خليه هو يستكشف طريقة عشا باش يوصل للهدف ليبي يعني ليبي الفكرة هادي مش بضرورة بس في التعليم او في التدريس هادي في التواصل مع البشر عامة هم التعاملات. يفترض انا يكون في كل التعاملات ان اتواصل بطريقة ان ما يضيعي الشلخات الاساسية او الفكرة الاساسية. في التعليم موضوع اكبر طبعا. موضوع اكبر في جامعة ترابلس وما كنت نقري. اه كان مشوار طويل الى ان عرفت انا شنبي من طلبتي هم شنبي مني. مجاش من يوم وليلة طبعا. هو المنهج التواصلي بس لو بنحدده اكتر هو منهج الاسناد مهام للطالب مهام حقيقية ان هو ينجزها ويشعر بعدين بالانجاز لان في النهاية محور الاهتمام مش المعلم هو الطالب. فهذه واحدة من الامور انه مثلا كيف توصل الشخص اللي قدامك للهدف المشترك. بس انت في مشكلة اكتشفتها اه طبعا باش نوضح صورة اكبر انت في في الوضع الحالي قاعد الدرسي في امكان شبه الطلبة او زبائن او او ناس عندهم هدف واضح جاي هو يشتغل في شركة بيمشي لدولة تتكلم بلهجة معينة او يبي يفتح مواضيع عليه علاقة بالبزنس اللي هو فيه اويل انجاز مثلا او في التعليم. لو نرجو الخطوات التالي موضوع تدريس في الجامعات او برا الجامعات في طرابة سوفيا ماكن اخرى. طالب مرات ما عنداش فكرة واضحة او هدف وانتي اكتشفت حاجة اكبر من هيكي ان الناس في هذا الاطار ما نعرفش هلوه عمر معينة او لا انه ما كانتش عندها قدرة على التعبير اصلا باي لغة. اه وهذا خلاك انتي تفكري انه اه المشكلة اكبر والمشكلة بحل اخر. يعني لو تحطينا في الصورة هذه انه لما يبدأ حد رايح عليه الصورة يعني بطريقة اكبر. هو اللي نندير فيه توا يختلف على كون تندير فيه في ليبيا. تعليم في لندن يختلف في تعليم جامعة ترابلس باسباب عديدة. اه هو ما فيش حاجة اسمها تعليم اه طريقة المثلة او الافضل يعني العالم كله يدور في الحاجة هذه يعني انه يوصل لطريقة ممكن تكون تفيد الجامعة. بس بالنسبة لليبيا لما بدأت نقري في الجامعة. يعني انت يفترض انك محكوم بمنهج. وانت كيف هاو يابروتش المنهج. هادي هو وين الفكرة انك تكون شخص مبدع. اه الطالب لما بيجي يعني عنده فكرة مسبقة عليه شن هو التعليم وهو التعلم. فاني بالنسبة لي اهم شي انه هو يقدر يعبر على فكرة. اكتشفت انا مش مفيش يعني الفكر اساسا مش منعدم بس مش متكون انت قاعدة تلبسي هيك وتلطفي في الموضوع شوية. شوية دم لوسي. انت راوى انت انت جردت هل بناس مرات منهم رايس ما فينا اتو. لا ايا 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 انا ما يعرفني حد ما عنديش مشكلة. ما عمرش جرت في فصل. اه تعرف مرة والله درت درت فصلين في الصيف. انا امي تقري في في لغة انجليزية يعني في فترات يعني اسوا في مدرسة كبيرة او مرات يعني في الصيف الكورسات. فلقيتني فاضي في صيف قلت لي تعالى عندك لغة عرفتي انت عندك لغة. تعالى قري. شدتني هيكي في جنبها ومشينا في مدرسة ما نعرفش ما اسمها في جرجي ما بيش نذكر اسمها يعني. فلقيت روحي في فصل و يعني باش نحكيلك ان الموضوع مش سهل. رعب جاني بتاع كلهم يشبحوا لي. كلهم يبوا مني حاجة. اي اي اي. وهنا ما عنديش ما عنديش ما نطلع. عندي لغة وعندي كيف نهدرز. قاعدت روحي نرتجل في حاجات ونفتح في مواضيع. وواجهتني النقطة هذي انها. اه طبعا ما نعرفش كيف مشيت اي ممكن شهرين ورا بعضهم. واني قاعد. كويس. كويس شهرين. بس في نفس الوقت هما مساكين تورطوا معايا لان انا ما عنديش خبرة في التعليم. وفي نفس الوقت قاعدت نكتشفي حاجات اللي هي جزئية هذي انها. حرية التعبير في اطار فصل في خمسة عشرين نفر. وعمار مختلفة في منهم اكبر مني. زي كنتي انتي تقريبا بديتي عمرك تساطاش سنة. هاد عامل تاني يعني. بس يعني انا جاني اليأس وراوحت الحوش. انتي ما فيش يأس. انتي شديتي السكة وكعتتي تكتشفي. بالنسبة لموضوع هذا بتاع الفكر ما يطلعش لان الشخص مش متعود. ما عنداش اماكن اللي هو حدي بيسمع منا مثلا رأيها. وقلت ما انتي مش فاتحة موضع يا ما سنة هي هادي تقريبا. لا هي ممكن يعني هادي اول مجوم من التنويق. لا نحكي تاريخيا الفين واربعة سبعة. الفين وتسعة الفين وعشرة. ايه قلت انتي مش فاتحة موضع سياسية او موضوع تحكي علي بتاعش الرأيك في ما نعرفش يعني حاجات اللي هي انتي متوقع ان فيه اجابة لها سهلة يعني. كيف كيف تعاملتي مع هيك فراغ الفكري هذا يعني. هو اني صعب ان نقول فراغ فكري بقدر مانه لانه هو نتاج عقلية وتفكير المجتمع وطريقة تعاطي مع المناهج التعليمية. اي منهج انت تقدر تكون معه مبدع. مهما كان هو جامد. وانا نشوف المناهج اللي بيه كانت قوية جدا. بس ما كانت في مكانش الطالب هو محور لعملية التعلم. التعليم كان كله مصدره المعلم. هو عبارة عن يستقبل ويجمع ويحفظ ويراجع خلاص. هي زين عملية المقايدة. يعني نعطيك معلومة. ونبيها في الامتحان. ترجع حالي. هذا مش تعلم. هذا ممكن يكون تعليم او تلقين. يعني نتشغل في اجهزة كمبيوتر فيها لحشوا المعلومات وخلاص يعني بس. حتى افكار المجتمع يعني حسابه ان انا لازم انكرر اللي تقولها امي. اللي تقولها خالتي تقولها حبناي. يعني ما عنديش فكر مستقل. فكنت منذكر ان اخداد مني شوية وقت. ان اول ما نشوفهم اول ما نتلاقى معهم. بحكم انها. بش بش نفصلها اكتر. يعني انت قلتي اللي لاحطيهم عاملين. عامل اللي هو ال او نظامة التشغيل وبتاع منهج التعليم مشكلة. مشكلة اخرى اخرى الفكر المجتمعي او الضغط الاجتماعي اللي هو يحسسك ان فيه رأي واحد في كل الاشياء. هدو هدو العملين. هدو العملين يكتروا ويضغطوا على الطالب لما يجي انه رأي مش مهم لان انا يحافظ مع يعني المتوفر يعني من الاجيال الاكبر. او الشخص اللي هو مؤثر في حياته. والجانب الاخر انه المعادلة بتاع التعليم انه نحفظ ونراجع. نحفظ ونراجع يعني. بس فاجئوني النتيجة كانت مرضية بالنسبة لي شبه مية في المية. وهذا لو يبين شيء يبين انه طلبتنا في ليبيا مش هما المشكلة. مم. وان هما عندهم قدرات كبيرة جدا انه احنا لازم آآ علينا مسئولية كأسات زي نطلعوها يعني لسطح. مم. ونعطوهم التقة في نفسهم انه ما فيش فكرة او فكر. مم. غلط. مم. يعني نساعدوهم انه يكون عندهم. بكل ما فيش ولا فكرة غلط. والله يعني. مم. مم. ما تراجعش. ما تراجعش في كلامك يعني. لا هو الفكرة انه المهم زي مثلا هنا واحدة من الحاجات في بريطانيا. المهم انك انت تجيب اثبات او افدنس يعزز كلام اللي تقول فيه. اه. سواء خبرة او سواء حاجة جريتها او تقدر انك انت تناقش وتستمر في النقاش. مم. وتقنع الطرف الثاني. هو المهم نجاحك في الاقناع عن طريق اسلوب معين بغض النظر على الفكرة او. هي قدرتك على تعبير على فكرتك بشكل واضح بكل بساطة. مم. او الحاجة انت تحتاج انبوت. هيك تطلعي في السياسيين انت يعني ناس يعني عندهم قدرة على الاقناع ويخلوك تفكر باي طريقة. يمكن يوم الايامات يبدأ واحد منهم طلبتي اه. فها ميزة يعني. لا هو لو بدها بالاقناع اسلوب كويس يعني يمكن يصير تغيير احسن من احسن من اسلوب هي هي وخلاص خدها واللي خليها وهذا هو الموجود يعني. احنا كنا نحاوله انا ما نصلوش نفسنا على واقع على المجتمع اللي يصير برا الفصل. فاللي صاير برا هو جزء من اللي صاير الداخل. فاحنا نحاولو نكونو يعني بشكل من الاشكال يعني في نوع من الاربريزنتيشن. مم. في حاجة بسجلها بس بحكم ان احنا تلاقينا باش نجهزوا فترة طويلة فعتت. انا يمكن الواحد في العالم اللي يصعب عليه يقرأ خط ايده بعد ما يفوت شهر. او لها بس قاعد تراجع بتاع. اش نقاعد نقول انا اش قاعد نكتب. بس كاتبها بالانجليزي وكاتبها بالعربي. بالعربي كاتب التنغيم. وبالانجليزي كاتب الانتونيشن. تتذكري شن هدرزنا اني راحت مني يعني. شن هي شن هي البقطة هي. يعني احنا كنا ندك نتكلموا على الكوميونيكيشن. وان اللغة هي يعني مجموعة ادوات انك انت تستخدمها عشان توصل اه شعورك او فكرك. واحدة من هادي الامور نبرد صوتك. نبرد صوتك يعني هادي يعني في علم الصوتيات احنا نتعاملوا امت يعني امت تركب الصوت وامت تنزل وامت يكون حاد وامت يكون خافت. اعطيني كمثال بما احنا في الصوتيات ويسمعوا فينا يعني كجملة. انت قصدك الانتونيشن والتنغيم يغير المعنى رغم ان الكلام هو نفسه. يعني مثلا لو نشوفه في اللهجة الليبية مثلا انت مش مطر تستخدم ادوات السؤال. ممكن بطريقة معينة من النغمة تعرف ان هذا سؤال. مثال. شربت قهوة. دقيقة بس. طيو كيف شربت قهوة يعني. فهدي. لو غيرنا فهي تنغيم معاش تولي سؤال. شربتك قهوة. يعني انا صوتي بقى صوتي يعني ما يمشيش في تنغيم بكر. شربتك قهوة. خلاص عادية يعني في يوم العادية. وعندك قدرات في التنغيم رهيبة هيك. very fluid. very fluent. انتي انتي. بسهولة دولي فهي. هل تتمرني علىها ولا? لا. طبيعي. في حاجة تانية قلتي في صعوبة في فهم اللهجة الليبية. هل هادي حاجة من زمان عندك فيها خبرة بحكم مواقف معينة او تول ما جئتي لندن التعامل مع ناطقين باللغة العربية من من جيراننا ودول تانية. او كيف الكونكلوجينا هي يعني. الان هو في لندن. لندن. بحكم ان زمان في نيو كاسل. كان المدرسة الليبية فيها الليبيين بس. خارج نطاق المدرسة الليبية كلهم انجليز اللي نعرفهم يعني. ما كانش عندي او تواصل مع عرب تانيين. ممكن في امريكا كفول برايت. او بس مش متعودة نغير لهجتي. ايكي. صاحب جدا جدا علينا نغير. لهجتي ما نشوفش اللهجة اللي بيها صعبة لينا يعني. ايه. ومش مضطرة لنا النتورك اللي حواليك الاصدقاء كلهم يفهمينك انا. ايه مع امري ما كان اني ممكن ان كنت تتفادى بعض الكلمات اللي هي تكون محلية. ام. لكن لما تجي وتتكلم مع مثلا سواء جيراننا او مثلا ام عرب محامة يعني يلقوا في اللهجة اللي بيها شوية صعبة. ام. فانت تضطر انك انت تدير شوية تغييرات اه. شن القاموس اللي هو هذا يعني. شن تسمي فيه انت? قاموس المؤقت اللي فهموه هما ولا ولا هي عبارة عن كلمات بسيطة. نسمي فيها اللغة العربية البيضاء. بيضاء. ام. اللي نفهم فيها كلنا. هل هذا ستاندرد? حتى هما يستخدموا فيه. هو هذا كلام موجود يعني. اه اوكي. لا مش كلهم هما في بعض الدول بدون ذكرها. يعني ان يعتقدوا ان باقي العرب متعودين على لهجتهم. وهذا ممكن يكون صحيح بحكم الاعلام. خلينا نفصلوا عادي لان في في جزئية من ناس يسمع فينا من خارج ليبيا ومن جيراننا ونوعا ما حسيت انه في فهم. نحكي على الحلقات بعض الحلقات البودكاست وما فيش حد علق لحد الهام بس نحس انه فيه اه اه جاي من من مجموعة الدول يعني فاااااااااااااااااااااااااااااااا احنا نتوحرية نتكلموا بس مرات بدل ما نقول غضوة نقول بكرة يعني فيه سلكتب ناس فيه انتقاء بس مش نتكلم بنيا ان انا بنتكلم بهذه اللغة بس بحكم انها مش متعود عليها ما انا عارفهاش بوضوحها بس لو نجو نفصله من الدول اللي يمكن حتى انت تتعاملي معها او بعض الناس اللي بجي تدرس عندك تقول لك نبي لهجة اللي تفهم من العالم كله صح اكيد يجيك سؤال مثلا في ناس تقترح عليهم اللهجة المصرية مثلا يقول لك لا اللهجة الشامية تغطي كورنر اكبر يمكن هادي الدول اللي عندها يمكن انتاج كبير من الافلام او المادة اللي هي الناس في منطقة اوسعة تفهمها يعني صح انا لفت انتباهي اول مرة درت تريننج لعرب في طريقة تعليم اللغة العربية نتذكر ان هنا نتكلم معاهم بطريقة بلهجتنا اللي ممكن نعتبروا فيها عادية بس اكتشفت ان احنا اللي بيين حتى على على الصعيد النحوي والصرفة ام يختلف انحنا نستخدموا في في اه صيغة الجمع لما نتكلموا عليه المفرد مرات كيف اه مثلا نقول 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 اه بدل من مش اقول اه او بقول يعني في اكتر من اكتر من حاجة نذكر انا كنت نقول فيها او كانوا هما يستغربوا ان هيا متلا زيغة جمع ام بينما نقصد بها مش الجمع ام زيك وفي في اشياء اكتر يعني ام بعدنا عندنا في الشرق ام يستخدموا في النون النسوة سي شنية? النون النسوة مثلا اه في هامتن جبتن. اه اوين بالضبط في الشرق? شرق ليبيا. بس عامة. بس حش شوية. بس مش مش اللغة او لهجة المدينة يعني تحسي شوية انا مش شرقوية بس اه نون النسوة حاضرة في اه لهجة الشرق. اه. حتى مثلا هذا اللي حكينا على الانتونيشن مثلا. التلحين اه. التلحين مثلا في جهة طرابلس نحن نلحنه. اه. اه. لأكتر من. لأكتر من سبب يعني حتى التعجب مثلا ممكن يكون في تلحينة معينة. الفنانين يعني حبوا موسيقى يعني. يعني اللي هي كل لهجة فيها. كل لهجة يعني. حتى لو تمشي لشمال بريطانيا يوكاسو. وتسلم عكيفة جوديز يتكلموا يعني. لعنية تتشفر توسلي غادي معاش نفهم شيء اصلا يعني. في برامج نفتح فهر. انا هداك وان يبدو الحنين. هداك وان نفتح التلفزيون حط سبتايتلز. زديات. اه. لا افهم اي حاجة يعني. حتى الحروف تتغير يعني. في حرف الخاء. هادي يعني بالنسبة لي يعني واو. يعني بالانجليزي يعني ما احنا في بريطانيا مش في اسبانيا يعني. تمشي لشمال تسمي حرف الخاء. فهو. وهادي في نفس الوقت تعطيك بعد اخر انه. اللغة مش محدودة وتتطور ولها تاريخ واستخدامات. وفي هلبة عوامل اللي هي تكون. بكتلة اللي هي الناس تتعامل بها وتتحاور بها يعني. فا موضوع عميق. يمكن لو فصلنا فيها الريح وصح. في غيره في دراسات دكتوراه على الموضوع يعني. ممكن ما هو يعتبر مهم يعني. لان هي اللغة استخدامك للغة. اه هي الانطلاقة لكل شيء. انتي على فكرة الدكتوراه اللي دري فيها توا في شني بس كموضوع. وفي عامل تاني في اللغة ان تسكروه بعدين حنتعمقوه. هي في ترجمة السمعية والبصرية. هي ترانسكرايبين لأي مدى السبتايتل ان كمينيكتف يعني. في تواصل ما بين اCP doo tackling communicative يعني. تتوعي بين الترجمة والاودينس. اهمية الترجمة في توصيل معلومة صحيحة نوعاً ما يعني أو لأ. صح? اهام. اهام اهام. اهام. من حاجات الليج تبذتني هلبة وأنا يحاصل فيها الفترة الأولى اللي تقابلنا كنت قاعد فكرة البودكاست هذا بالعربي بانجليزي بنترجمة بنديلها تاكست في الوابسايت فقاعد نوعا ما في نفس الحوصة يعني زي ما قلتيني زي ما قلتيني المرة الأولى بس هذا على جنب الحاجة تانية اللي قاعدت تركز فيها لأما قعمزنا المرة الأولى طبعا مش في بالنا جمهور كتير وهذه منها من الحاجات اللي تريح الضيف اللي عندي إننا بنهدرزه بالطريقة اللي في الطبيعي نهدرزه فاها بتركيز معين إننا 80% من هدرزتنا حتكون بلغة ألف أو باء بس في خلال الجلسة الأولى كل هدرزنا كلمة من هنا وكلمة من غادي وكلمة من انجليزي وكلمة بالعربي وماشي الموضوع فاهمين بعض وما فيش هي مشكلة فقاعدت نوقف قلت ني أنا ندير فاها ديما الحركة هي وما ما نوقفش بس حطيت في بالي أنت شخص يعني قدراتك لغوية فائقة زيادة على نيو تقدري تركزي وترجمي علاش أنت تديري في نفس الشيء ففي لحظاتها أنت فتحتيلي هكي زي ما تقولي نافدة باب ولا مرة هكي في دماغي فكرت فاها الفكرة دي قلتلي طارق لو أنا وأنت في طرابلس نفس الجلسة نفس التدريزة نفس الموضوع حنتكلمه بنفس الطريقة ما ليش علاقة بالجغرافيا نحن فعلي علاقة بتقافتنا أننا باي لينجول باي كولتشور اللي هي شخص عندها تعددية أو تقافتين أو عندها طلقة في لغتين فالمعاني اللي في دماغنا نفاهمين بعض أننا حنفهم وبعضنا على المستويات تهيئة فتخلي شخص يخلط مثلا من غير ما يشد روحها أو أو ما المهم من الوسط الفكرة أنت العامل باي كولتشور أكتر من باي لينجول كيف اكتشفتها أنت هذي التقافة تأثر في التعبير أو تأثر في شرح المعلومة أو توصيل المعلومة حسب الشخص اللي قدامك هي في كلمات جاية من مفاهيم الليها علاقة بتقافة A أو B فهو شين يصير لما تلاقي مع شخص ممكن إلى حد كبير خلفيته قريبة من خلفتي يصير فيه وكأن يعني أنك أنت حتخلط توقع أنك أنت بتتوقع أننا حنخلط فيه وفيه مواضع معينة حتى تمام فهذا ما يسمى أو يطلق عليه لينجوا فرانكا فإحنا هذي لغتنا ولت هذي ولت اللغة اللي بنستخدموها لأنه إحنا فعلا حكي شين ترجمتها لينجوا فرانكا والله سؤال وجيح هل هي فرانكا من فرانكا للواقعية الحقيقية وكأنه هي لغة جديدة تنبثق على استخدام معين للغة تانية وكأنك كونت لغة جديدة خليط من هنا وهناك فاللي يصير أنك أنت لأنك تربيت في بيئتين في حاجات هي أقرب لتقافة الأم أو التقافة التانية فأنت متعود تقولها بالطريقة هذه واللي يزاد ساعدني حاليا في لندن أنه فيه يعني فيه ناس هلبة مش عرب بس يتكلموا عربة يعني صاحبتي المقربة لي هي أمريكية ومتخصصة في صوفية فلما نتكلمنا وياها أو نطلعنا وياها قهوة أو شيء نتكلمنا وياها بنصرقاتنا ممكن أن الإنجليزي أكتر ونحطه في كلمات عربية في مواقع اللي هي تكون أقرب لتقافة العربية تعبر عليها بالطريقة أفضل فهذا شيء جدا مريح والله يعني الأساس في الحوار والكومينيكيشن هو التوصيل المعلومة بأسهل طريقة أنك وصلت الشخص التاني للمعنى اللي تانيه بغض النظر عن القواعد والمفروض والمتوقع والأساسيات اللي هي يمكن تطلع من فصل أو من منهج معين يعني بس واحد يكون شوية حذر لأنه لما أنت تتعامل مع شخص خلفي تتختلف عليك اللي هو مثلا ما تربوش في تقافتين يا عربي بس يا إنجليزي بس يا أي لغة تانية بس أنت لازم يعني تحاول ما تخلطش لأنه ممكن تفهم وخطأ على مستويات تانية اجتماعية يعني فواحد يكون شوية يعني لا أنت حريصة هلبة في موضوع الاتصال أو الحوار حسب المكان وحسب الموقف وحسب الزمان يعني فهي كلها المكونات أو العوامل باش توصل للنتيجة اللي تباهها يعني مش مش إنه شخص يكون روبوت في كل الأماكن يعني تكون أنت على طبيعتك بس تكون بس يعني عندك إحاطة باللي حوالك أنا فكرتيني في بوابة فيه جدايم هيك ما عرفتش علاش تتكلم عربي بإنجليزي لا لا أنا طلعت ما نعرفش نتكلم ما نعرفش ما نعرفش نوصلني جدايم هيك في الطريق يمكن نقع وفتح السيارة ما لا؟ 2009-2010 رقيك ووقف النظام هو عطيته واو يبابي هدرز هو بيوصل المكون البشري هذا من وين جاي ويعني باش يطلع مني معلومات بش يعرف يتعامل معاية فاوين جاي وان ماشي وداد Entonces أعتبرنا الكلمة بالطريقة اللي نكلم فيك بيها وأنا نعرفش يمكن قلت كلمة او كلمة مع كلمة في تركيبة معينة قللي انت ليبي بطارقة ليبية السيارة ليبية الرخصة ليبية الكتاب ليبي اسمي ليبي هادرز معك بالليبي قللي لا لا ما من لحشتك بطلش اني لحشتي ما شنو ممشتش معك فما نعرفش هو من وين يعني ما عنديش هاداك التحليل اللي نزبط هالهو لوكل يعني جاي من جدايا مثلا لهشتينيل بالطريقة اللي يكلفيك بها تاوة ما ركبتش فاني طبعا بنبرر لانه ليه بيقوي بس قلت لها قلت لها عايش في المغرب فترة طويلة يعني قلت لها بالك في كلماتي حاجات انت ما الردم ممشاش معك ممش شاب لي بفوق اللوطة هاي كتفضل ومشي ما عرفش قعلهش علقت معايا بس يمكن في اختيار بعض الكلمات او نطقها او زي ما قلت انتي الانتونيشن او التلحين ممشاش مع ستاندرد بتاع هو الليبي يعني فرضا انا جاي من جادو ولا جاي من هون ولا جاي من الكفرة يمكن يسلي نفس السؤال فالتوقعه الانتونيشن بتاع الستاندرد اللي موجود في التشيك بوينت هذيك يختلف على البلاد كلها هرفتي فااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا انت شابه يتوقع منك انك تتكلم بطريقة معاينة ومش حتي في حاجة اسمها يعني حتى كيف تستخدم لغة الجسد متاعك ايديك وتعبير وجهك عادي مربوطة بالتقافة حتى هي مربوطة بالتقافة يعني كيف ممكن انت لو تلاحظ في بريطانيا ما يستخدموش في ايديهم لما يتكلموا بس لما انت تتكلم وتستخدم ايديك يقولوا يشبهوا لي ايديك انتا مش من هنا ايدي مش من هنا احنا يعني ثقافة شمال افريقيا وحوض البحر المتوسط نحبه نستخدمه يعني نشرحه كويس يساعد في طريقة التوصيل المعلومة تقريبا ويساعدك حتى على يعني انك تطلع على شا انت بيتقول شكلي كنت هادي هلبة في السيارة مهما كان عندك وراغي اتبات وهوية كان ما استخدمتش ايديك انت مش المرة الجاية ان شاء الله تمام نديروا رحلتك دول انت فيها ارجوع لبريطانيا طبعا انت مشيتي وقريتي هادي تاني مرة ترجع لبريطانيا صح? ولا تالت مرة والله انا لي مدة فترة طويلة بنمشي ونجي بس الجاية الاخيرة هادي كان هي تعتبر مرتبطة لحد كبير بشغلي في ليبيا بحكم انها يعني اخترت المسار الاكاديمي اللي هو اخدوك معيد تدير ماذا درسات عليا وتكمل دكتوراه وكده فهذا المسار يعني او طريق من الطرق يعني مش معناها ان الامور التانية اللي كنت نحبها ممكن انتهت لكن يكمل هذا بعدين سهل حال في الجاية هادي طبعا فيه دراسة وفيه شغل وفيه الحياة هنا في لندن في السنوات هادي فيه تأقلم معين لو تحطيني في الصورة هادي يعني شن هو اللي بداية الاول وشن اول حاجة طريتي تتأقلمي عليها وحسب ما فهمت انتي مجاية هنا باش تشتغلي الشغل صار زي صدفة هكي ولكيت يروحك في موضوع وتفاصيل الترجمة بطريقة معينة والاشياء هادي انا جات اه الفين واربعتاش اه اه لو تتفكر زمان اه وبعدين اه مشيت ترجعت اه لليبيا يعني عطلة اه من الفين واربعتاش الى الفين وسبعتاش باش قدرت نرجع تاني اللي بديتها في الفين واربعتاش بسبب الوضع المتذبدب يعني في ليبيا فمن بعد اه حرب المطار كانت الامور جدا صعبة انني نرجع نرجع ونكمل اللي اني ابديت فيه لكن بحكم اني اخترت المسار هذا اني بي نكمل يعني قررت اني نكمله للاخر فبحكم انني استادة في الجامعة طلع لي قرار اه افاد اه وكان من الحاجات اللي متوقعتش مدى صعوبتها انك انت ت يعني انك يصبح واقع ويصبح حقيقة يعني اللي بين كان الموضوع هذا يعني شبه اسهل قبل لكن قداش حاجة يعني وكأن عرفت متاهة وانت لازم تكون عندك زي الاختبوت انت بش تقدر توصل للمفروض انت يعني هذا شيء يعني مش بس حقك بس هذا جزء من شغلك يعني مفروض خطوات واضحة وبسيطة ولما تديرها والكواليفيكيشن جاهزة عندك خطوات يعني انت منتك استاد جامع مش مفروض مطلوب منك انك انت تنشيلي يعني هو هذا التقافة في ليبيا انت لازم تتبع الورق متاعك لازم تدور واسطات لازم تدور حدي يجيب لك البريد شم فيه وشم ما فيه شيء يعني صعب خاصة في زي ما قلتي الفترة هديك يمكن اصعب بزيادة لان في اماكن سوعة صعب الوصول لها واجرات تعطلت وضغط زاد حتى والناس حساسة يعني مثلا شيء تاني ان انت مفروض عندك مندوب في كل كلية ان هو يتواصل اه بالنيابة على الاسادة فانت مفروض تعتمد على المندوب تلقى نفسك انك انت ما تقدرش لان تعطلت فبدأ تدور اني وين في الادارة يعني الادارة جدا كان صعب انك تطلع اه تفويض اصلا حتى في امور يعني ادارية ما كنتش نعرفها يعني ومنها درت حتى بحث على موضوع البعتات يعني حسيت ان هو شيء يتراء للجميع ان هو شيء بسيط بس هو مش بسيط انت باش نفاصلوا قصتك انت معها باش ما يبداش الموضوع نظري انا كنت حنديرها بعدين بس اكيد موضوع يهم هالبناس موضوع المنحة وكيف تديرها وتفصيلها ويمكن في حاجة ما حاجات تصير ديما وانتي بالاخص البعض ما تصل هنا يحسوا الناس ان منعرفهمش من هما الناس بس ديما في ناس تحس ان جاتك بالسهل وامورك مرتبة واكيدة عندك واكيدة مش عارش شنيه ويعني ديما يحسبوك محضوضة ايما يحسبو عندك واسطة ايما امورك ميسرة هيكي لانك انت حصلتها القصة طبعا تنتسى والمجهود والتعاب واربع خمس سنوات يمكن ثلاث سنوات واكتر يعني وانتي تحاولي وانتي تصارعي وانتي تدفي وانتي تمشي وانتي تسعي على الموضوع هوا يعني فلو تحطينا في صورة الايامات هديكة انه بغض النظر عن تدريسك والدوشة تانية يسايرة لك انتي من زيرو لمنحة للندن شن هو المجهود لأ مش زيرو التعليم وكل شي لك من اول ما قلتي انه راو نبي نكمل موضوع البي اتش دي يعني هو نبي نكمل شبه انا هو تحس انك انت مسير في ما اخترت عرفت يعني ان الفكرة انه اه انت هدا الصياق الاكاديمي اللي انت لازم تكمله او اللي هو متوقع منك كونك تخدم في جامعة ترابلس يعني هدا اللي عرفته من زمان انه اه لو مثلا انت تبي تقرى برة او تبي منحها وقبل حتى ما كان فيه انفتاح على اه شيفننج وفولبرايت وداد وكل هذي القصص السكولورشيبس المنح الدولية دول تانية وهي شي يعني مجديات يعني اي نشوف انه اه الشخص مش لازم يستنى اي اه مؤسسة باش تعطيه اه يقدر يسعى يعني اه بروحها يعني لان الفرص موجودة ومتوفرة فانا اتخرجت الفين وسبعة فمن اول ما اتخرجت اه اه اخدوني معيدة بحكم ان هم يعني عندهم يعني عندهم سياق معين في اختيار المعيدين وكده لدرجات ما كده فأوكي مهيدة معناها دكتورة هو هكي فال محادي كانت رغبتك انت ولا هكي صادف وخلاص يعني انك تكملي ما تقدش بمحت الصدفة يعني ما تقدش كانت صدفة لكن في ناس الوقت يعني هكي هسارت الأمور يعني أنا درت ماجستير لديت روحي كويس ماشي في القراية خدمتي مرتبطة بقرايتي ان انت كل يوم طالعا حاجة جديدة لازم تواقب فليش انت يعني ما تكونش في في اطار منظم للموضوع يعني ان كنت تلتحق بجامعة في من الجامعات ويعني ان كنت تتعلم الأمور بأصولها زي ما يقوله يعني فكملت يعني كان في فترة انا درت الماجستير في ليبيا نصها في ليبيا ونصها في امريكا بس بعدين يعني الامور ديما اصعب ديما في حاجة صعبة مثلا انت تتوقع مثلا المواد اللي جريتها في امريكا نفسها هي المواد اللي كانوا طالبينها في ليبيا بس ما عادلوهاش لا لازم تعودها كتبت الأطروحة متاعي كان في فترة الأحداث اللي كانت الدنيا كلها مسكرة فسكرت على روحي ستة شهور الفين وحداش الفين وحداش فكنت نستخدم يعني بطبيعة الحال سلف لرنر نحب نعتمد على نفسي في المواضيع هدي لأنه صعب نكن نستنى في حد يعني فنتذكر لما كنتنا بندير الإحصائية متاعي لأنه كان يعني ميكس ميثد يعني في حاجات بيكون فيها أرقام وفي حاجات فيها شرح فأني معنديش في الأرقام يعني حقيقة جدول الضرب مكرن ساتة فدورت قالوا لي بري دوري واحد في العلوم واحد في الأحصى ودكتور في مش عارف وين حسيتها دوشة وتحبه ونت ممكن تخيل يعني فقلت لا 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 لعمه جوجل حيساعدني لأن دكتوري كان يقولي أنه يعني لازم الدوري حد يساعدك في الموضوع بحكم أنه في إحصائيات وفي أرقام وفي برامج يعني يعني تحطي بيانات مدخلات ومخرجات تعرف أنت الأمور هذي فأنا حسيت الموضوع أبسط من أنه أنا نمشي نقعد يعني أنا نقدر نبسط على نفسي فطلعت قدرت نطلع ونتعلم كيف نستخدمه وهو أصلا يعني اللي يبحث يلقى يعني فقدرتك كلها بروحي لدرجة أنك كانوا مستغربين أنك كيف قامت متى حصل هذا لقتي حل الطريقة اللي أنت تبي تتعلمي بها يعني مش أنا أفتح سيارة خد موعد استنى مشروع بتاع أسبوعين باش أنت حلتها في ربع ساعة يمكن ياريت أسبوعين نعرف أنه هو موضوع يعني خاصة أنت بتمشي تتعامل مع الناس بس أنت ما تعرفهم شو أنت يعني عندك طريق معينة يعني هل بمقدمات للموضوع يعني هنخش في تفاصيل المابي والأدر بروغرامز اللي أنت متعمقة فيها يعني سواء أنك أنت ترتاهى واخدت الإكسبرينيس سواء أنت ساعت ناس تانين وكنت الجهة من الجهات اللي هي مسؤولة على المابي بروغرامز اللي هو هنكفو عليها بعدين في تفصيلها بس اللي نبها قصة أول ما قررت أنها منحة هنمشي أول ملف لغاية وصول هنا في هيترو بس هذه الفوكست سيجمنت يعني طلع قراري غلط طلع ماجستير هو كان في الدكتوراه فلأني ناخدت الماجستير بكري فهم كانوا شوية سلو كيف ما حسبوهاش في السيستم ولا داروا تقدير أني داروا تقدير أني مازال ما عنديش ماجستير يعني قادين ما ما ديدنات أجرست مش قلت لك الإدارة شوية صعبة بس أنت هذا الموجود في ملفك أنك أنت خشتي ما يقروش يعني في المهم أنا قلتها مش أنت الواضح الواضح أن ما يقروش أنا زاكتا أنت خلاص بي اتش دي معاش تب تديري بي اتش دي تاني من شن خايفة يعني لا والله مش خوف بس يعني كان والله عمل مجهد جدا يعني اللي كنتي ولا اللي مهمة هي أنا تقريبا فالفكرة أن لما أصريت على تغيير القرار من ماجستير لبي اتش دي من ماجستير اللي تعلمت والله مهارات اجتماعية تانية يعني بالملف فنا نتذكر أن مرة كنت نبي ناخد الملف متاعي يعني الورق متاعي وكده كان صعب جدا انك انت لازم لما ما بين ما تقدم التأشيرة متاعك وانك انت عندك اخلاق طرف وحلبة هلبة هلبة ورق لازم بيناتهم انت على فكرة مش ضرورة يتفصل لها بس اللي حيبعتولك مسيجات يتهيالي 200% الموضوع هو الورق والتفاصيل والله هو الممكن نسيت لا اكيدا يعني الريحلة حتفكرهم ففي هلبة نذكر والله انه كانت في مرة ممارات هاجمين على البعتات ولانه كانوا بيمرر ومش عارفة اسماء او حاجة هيك وانا ديما تربيت وتعلمت ان البعتات تخص التعليم والصحة وفي قوانين تحكمها هل هذه هيك بصفة عامة يعني الناس اللي في قطاع الصحة دكاترة والمدرسين والدكاترة اللي في قطاع التعليم عندهم احقية معينة والمتفوقين صح هي هذه النظام البعتات على القانونيا هذا هو الموجود يعني من ناحية منحة انا مش عارفة لو نقدر نسميها احقية بقدر ما انه نسميها انه هو شيء يعني مسار يعني هي مش من شوفش فيها حاجة لها علاقة بتميز شوف فيها انه جزء من شغلك لا نحكي مثلا طالب مش معيد في الجامعة ولا ما عندهش اللي هو التخصص التخصصين اللي ذكرتيهم فيه باب اخر يعني للمتفوقين صح؟ قبل ما يولي معيد ولا حتى هذه مش موجودة هنا نعرف انه على المستوى التنويات والجامعات الاوائل الاول الاول يعني نبر اون بس عدل الصياقة منك تتخرج تكون من الاوائل العشرة معيد ياخدوك معيد تكمل يعني في الطريق هذا ممكن ندير ماجستير ودكتوراه برا انا ندير دكتوراه بس يعني كملت الماجستير في ليبيا ما نعرفش انه يعني ما نعرفش في المهم في جماعة قرروا انه موضوع هذا مش مهم جايين بأدواتهم تعمل شغل معدات التقيلة وكل شيء وحاصروا فلقيت روح نستخدم في لغة تانية انا مكنش متعود عليها اساسا انتي شو ماشي في هذا كل يوم شو هدفك ناخد قرار التعديل وراقم بتاعي ومشي نقدم تأشيره يعني انت قرارك اطلع ومورك تمام الملف جاهز للخطوة اللي بعدها اللي هي تأشيره تفاصيل اللوجستية وخلاص الحمد لله قداش لي قاعد الملف غادي ولا هدي من اول مرة بتمشي هم اصلا يعني هو ليهم الحق انه يحتفظوا بي بس انا بصور لانا ديما يقول لك اعطينا كده وكده احنا هنرجع على الفترة بتاع انتي تستني اربع سنوات انتي درتي جمب ستارت فضيع يعني من اول ما قررت واخبتولك ملف وبعدها استلمتي قدرتها سهل القضية بشيتي سنة اثنين ثلاثة يعني لا انا نتذكر ان هدا اخده من 2014 ل2017 بس في المرح وشانا نقتصر في خلينا في اليوم اللي اخدتي في الملف بعدها نرجع على الفترة هدي كيف غطيتها بعدها انشان ارتفاعها ايه كان فيه شباب معداتهم اللي كان فيه شباب معداتهم لها اوراق واغلام قزنا حني صح يعني بدبابات وسلاجق ايه ناس ناس فعلا يبوا يتعلموا يعني يعني هما يشوفوا في البعتات ممكن كان مستهدف او كان مهم او فا طبعا انت هذا مفاجأ انت ماشي ما تندريش ها اللي سي طبعا لا 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 هو ديما انت بتحط في بالك المفاجآت الجميلة في الطريق يعني حلو فاقلت لا نبي نخش لا مفيش مش عفش شديد فبعد لقيت روحنا نستخدم فيه اسلوب تاني هو لو بنوصفه وللقتيهم المجموعة واقفين ولا شخص اللي هو يعس ولا شان يقيته لا 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 مجموعة مجموعة فيك في طبور ولا عشوائي كيف نوصفه الحالة اللي يعني مسطرين مقدم يعني عساس انه ممكن يمنعه اي حد يخش او مثلا اي حد يؤدي المكان او حماية المكان ما نقدرش ما نعرفش بالزابط شنصايا يعني هما كان فيه يعني بس هادو مش هما نفسهم اللي بيمروا لاصحابهم يعني هادو اللي بيحموا من التانيين ولا ما مش واضحة الفكرة لا اعلم عندك اسئلة جدا دقيقة امور هادي تصير في ليبيا طول الوقت بحكم اللي ساير يعني بس انا وقتها كان يهمني شيء واحد فقط شوفي فين ملف انت ما تشوفش حتى في المبنى عرف تشوفيك يستنى هيك انت تشوفيك معرقل تلبي ملف اصفر علي ستيكر اسمع رفاق اكتب عليه ملف بس احرش اصفر ومعبي ورقل داخل ازرك احلى شوائي بقى طبعا ما يجعش العيون يعني المهم فقلت لادات ست ونتذكر انهم يعني في الاول دي ما يعني كلمة لا دي ما تسبك طبعا ولا وكيف ومشا عفشان فنتذكر في فكرة استخدامك للغة يعني انه في حاجات معينة ممكن الواحد يقولها انه فتوصل لدماغ يعني ايه يعني تصير في كليك يعني يعني مش ان كنت بتستجديه بس يعني انه تبين انه انت نواياك حسنة وانك انت مش موضوع ضد اي حد يعني هو موضوع تبي تاخد حاجتك وتمشي بس يعني بها خشاتي عن طريق حد عن انت ما تخشش يعني حد عن حد عن حد يعني اه ممنوعه اي حد خشش مبه في هديك في هديك هديك اليوم ممكن ممكن انا مكنش محدودة بس انه كنت يعني يعني خلاص معشان شوفك قدامي خلاص يعني قراره واخداته و اي 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 لان بعدين حتى بعض الشي هذا عندك هلب وخطوات تانية انت لازم تديرها بس انت انت سمعت بالملف والقرار طلعه عن طريق الجامعة نفسها يعني وقلتي خلنا مش نجيبها لا والله متابعة انت مفيش يعني مفيش لا انت اه يعني انت ماشي مش عارف هالموجود ولا غرب ماشي هيكي تستطلع يعني تمام وجابه لك ملخ لا فيه من يساعدك فيه يعني الحق ينقال انه فيه موظفين يعني خدومين جدا الحق يعني يقول خد رقمي بس فيه لي يندم يسكر لانه يوزع في رقمه وهلبط طلبات يعني لانه حكامة عطلة اي عادة البنات هم اللي يسكروا في ارقامه مش حنعلق مش حنعلق بس ديما ديما في اي مكان تلقي حد يساعدك ديما يعني او تلقي حد معرفة يعني هاد اللي نتمنىه انا ما نطررش نستخدمه اي نوع من الانواع المعرفة ويعني بروسس مفروض يكون واحد اد واحد اتنين عرفت انه واضح وسهل واضح وسهل مش لازم انت كلم فلان على خطر فلان يعني انه خاصة انك تتعتقد ان هذا يعني حقك مية في المية انا ما فهمتش هذا الشخص اللي قلتي لو خيه هو اللي خش طلع الملف شديتي الملف ولا مزا ما جاكش لا هو كلم حد بش يكلم حد بش يجيب الملف وانت قعدت يستني برا اه طبعا ما تندريش انه في ملف جاهز وقرار واتي لا لا جاك الملف فتحتي بريسة لبتو احتفال برا يعني واتي ايه نقستي شندرتي كيف الاحتفال لا ما تقدرش تتنقص في الفرناج يعني شني شدتي هوك تغطي اروح خشيتي السيارة نقستي في الكرسي يعني لا والله اخذتها معاي ومشت افتحت يعني وشفت اه قصدك مفتحتيش او مشدتي لا 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 لانه زحمة ودنيا يعني ايه انا كنت متوقحة يعني شي هذا بحكم انه يعني قالولي انه هو الابشن شني تفتحيه تلقي اجراء ناقص ولا تلقي كل شي كامل ولا في رفض ولا كيفش اللفك لا ما فيش رفض هو هو الموضوع ما فيش رفض هو بس تستنى يعني بس بس ايه بخشيتي جدياتها وانتو زومين يعني ايه نعم افتحتيه كي تركري فيه الازرق هو مسكر هو ولا فيه هذا التشريه من المكتبات وكل ايه مفتوح ايه رزق كبير خزي اي حاجة تطيح وتزرق يعني ايه تمام خشيتي وقلبك يدق هكي باه ايه ولا انا مزودها يعني لا لا انت مش مزودها لكن لانه موضوع يعني لي جدا وانا اشتغلت عليه هلبة وتعبت فيه هلبة مم و م pro ليك بالظبط كداش تستانى في اليوم ادقى ثلاث سنوات ثلاث سنوات لا الاربعة الفينه واس م空 promotion ال wives 2000 واربعتاش شهر ستة الى هذا السنوات فتت الباب بتكش ثكرت الباب وقعمستي انت اللى 어떻게 طبعا م ما ه احطيت يعيس ترسي ولا شون طار يعني شن اول ورقة? اول خطوة طبعا اتصلت بولدتي وقلت لها. لا لا قبل قبل شن مكتوب فيها القرار? القرار تعديل من كده لكده وكان معاي حوالي تلتمية شخص يعني غلطين لهم. اه انت القرار نفسه في الاسماء الاشخاص تانية. اه في اسماء تانية ومش لي يعني بس يعني. اه. فنسخة من القرار العام يعني بتاع بتاع القسم بتاعكم. هو يعني لو فيه شي ممكن يعني ها اه يريحني شوية في ذاك الوقت ان انا ان اول شي لما بتشوف معك الناس تانية مش غلطة مش غلطك انت بس يعني ايه ومش غلطين لك انت بس. والغلطة مش غلطك. اه اه اه. فلقيت مجموعة لبأس بها يعني حوالي تلتمية اسم. اليوم هم لخبطينهم قرارتهم. اه. فاني خديت الهاي لايت ودرت عليها اسمي. بالاصفر. بالاصفر والله. يعجبني الاصفر ادك. بنرجع للثلاث سنوات طبع انتي ثلاث سنوات ماشية جاية تخدمي ما تخدميش حاصلة في الحوش كحرباء ما فيش اه. في العادة الاجراءة هو حسب معرفتك ياخد سنة مرات في الوضع الطبيعي صح. ستة شهور سنة سنتين ثلاثة. ما فيش معلومة واضحة ما فيش يصير ما يصيرش كيف كيف درتي كنترول على افكارك انتي وراحة دماغك مع مع عدم الكنترول اللي عندك لانه هيك القرار في الهواء وتقريبا في ليبيا تعودنا على الوقت كي يمشي هدر منا بطريقة انا مش هدي بصفة عامة بس ومش معك انتي انتي تحبي تتعلمي وتحبي تواصل الرحلة اللي بعدها. يعني اكيد انت تو ممكن يعني الجهة هادي انه يعني اكيد كان في احباط وكآبة وزعل خاصة لانه انت شي هذا وقع عليك يعني وانت كنت تستنى فيه اه مش شي يعني سهل بس دعم الناس اللي حواليه هو اللي ساعدني انا انا نطلع من الظلمات هادي يعني مش الديات كنت نشوف في الوقت نشوف في دنيا يعني دارك. عادي في قامتة بالظبط يعني بعد. يعني في الفرم خمستاش يعني متاعنا. بداش مرة على الهكي بداية الاجرعات سنة. هي يعني عرفت اني كنت واضح كان واضح بالنسبالي انا الموضوع هياخد وقت وقت مش شوية. لانا اللي ساير كان جدا وخاصة انه ان في اسادزة حتى قبلي. اه وفي معيدين حتى هما اللي هما ما حصلوش فرصتهم. يعني لو ممكن في حاجة درتها صح انا ممكن ان نزا طلعت تفويد في الفين واربعتاش. اه. شنو التفويد? الفلوس المخصصين لكل طالب. تفويد المالي. تفويد المالي. يعني في فلوس باش تمشي ليتغطي تكلفة دراسة. اصلا من الغارة يعني ما ما درت شي. ما تحصلش قبول الا من الجامعة. بس هي في الخطوات انه هادي اول حاجة يعني. تقريبا اني مفروض اخر حاجة. بس انتي حركتي ال. انا لانا خدوه بحكم نوع قرار ماجستير. فطلعوا تفويد. وقالوا حيصير فيه تعديل وما صارش تعديل. هادي هو المختصرين. يعني انت اصعب خطوة درتها بس مع ذلك. في بلوك القدام يعني. فاااا وهادي بشوية وشوية تحسي انه فيه ضغط انش بندير توه يعني. هل قعتي تفكر في خيارات اخرى ولا لانه الهدف واضح انه لازم ندير هادي ازجاك الاحباط يعني. هو انا ما عنديش خبرة ادارية. ويفترضها وحسب ما هما كانوا يحكو لنا انا الاستاذ مش مضطر انه هو اه بيروقراطيا يكون عندها الصادر والوارد والمشاعف رقم اشاري وكده. بس تعلمك الظروف انك انت لازم تكون واقف على كل ورقة. يعني بحكم عدم سلاسة البرنامج خليك انت يعني تتعمق في فهم كل تفاصيل اللي هي ما لاش علاقة باختصاصك يعني. في ناس يشوفوا ان هو هذا اه شي الصحي انت لازم تديره تابع. لازم تتابع ورقيك وتجري على ورقيك. اه لازم تعرف كل. انت فاضي ما عندك ما تديره لتشتغلي. ايه لك انت ما عنديش وقت. طلبة ولا عندك. يعني انت عندك مرات كورسات اه يعني ستين طالب في فصل واحد. عندك اه مراقبة. ما يخليك تحيري عندها هال هال طبعا بش اتعمق لانا ما نكون تفاصيل ما ندروش عليها فيها البضغوطات وغيرها بس اه. في مشكلة. مشكلة ادارية في التركيبة في المنهج في السيستم هذا نفسه اللي يخليه بطيء. ولي يخليه اه. مش انه فيه استثمار للوقت بس للموظفين اللي يشتغلوا فيه. لان الناس اللي اللي لها علاقة بالمنح نفسها. انه يقضي وقتها اشاء الطوبير ويكلم في تليفونات ومولع سيارة وماشي. فيه استهلاك واستنزاف لوقت ما لشي حسبة. يعني مش منطقي بكل يعني اللي صاير فيه يعني تحسيه. هو مفروض يعني هو مفروض انه واحد يعني مفروض خطوات يعني واضحة وسهلة. بس اه. خلينا في الدنيا السوداء اللي تشوفي فيها في اللحظة ديك. يعني لأسف باش نديره زومان. زومان دل. سوا. انك انت الميزة انك طلعت منها. فيمكن حتى الشخص اللي يعاني منها توا يقدر يشوف نراه فيه يعني امل بعد فترة. فترة طويلة فترة كسيرة بس كيف الحالة هديك واول مرة تجيك وكيف تعرفت ان انا ارى و اللي نعاني فيه ما هو اش انا بصفتي الطبيعية توا في حاجات تغيرت عليهم اترا فيه وكيف بتيتي يا ما اسألتي حدي ساعدك يا ما انتي بتيتي في بعلاج الموضوع هذا باكتيبيتيز او شيء اخر يعني. اول شيء لازم واحد يعرف السبب اللي وصله لي انه يشعر بطريقة معينة. خلينا نقوله في الحال هدي كئابة او اكتئاب. مش بس انا ما صارش من موضوع البعثة في هدهك الوقت او الجراية. ان احنا كنا في فترة من فترات ليبيا بدي يتم فتاح وبدي فيه ام بدي فيه يعني فرص وبدينا نحن نديرو فيه مشاريع وانت ما كنت تذكر حتى في فترة الفين وحداشفين واتناشفين واتناشفين حتى قبلها يعني. الى فجأة انك انت تشوف انك كل تطمح له. وانت كنت يعني مدير كويس وكده. ام يعني عبارة عن يعني حطام مع شي شيء. انت عندك ايد او انت ما عندكش ايد هالك موضوع تعني. لكن انت بدت تشوف انه ام مش احلامك بس يعني مثلا اهدافك وطموحاتك والامور اللي انت كنت حاطها في كيف تبيت اه اه وين تبيتوصل وين تشوف نفسك وش انت بتدير. خاصة في فترة الواحد بيكون فيها في شخصيته ويكون فيها في نفسه ويكون فيها في فكرة ويبيبني مستقبلة تشوف ان كل شيء حواليك بدي يتهدم. فهادي طبعا مخلفات الحرب او ظروف البلاد اللي هي فيها نزاع. فهادي اول شيء يعني عامل من العوامل اللي انت ممكن ما عندكش سيطر عليه. هو مش عاملية انه بس عدم الاستقرار واللي احنا يمكن عايشين وزي ما قلتي متعودين عليه. متعودين التعامل مع جهات ادارية معقدة اه قرارات تسطر يمكن تلغي حاجات من قبل التوراة ان راو اصبروا ويا الله متعودين على عدم الاستقرار بالطريقة هذي بس اللي تحكي عليه انت مرات حاجات تهدم حاجات اكبر يعني صح هذا هو العامل الجديد يعني. وبعدين الاخبار اللي حواليك كلها سلبية. الحوارات نفسها. الحوارات ماش في سعادة. لا لا سعادة حواليك ولا سعادة طالعة من نفس منك انت يعني. اه ابدها من اه هروب الضيء مثلا. اللي بتغير جو كتور او فيلم يهرب الضيء. اه تشوف منظر الناس مثلا يستنوا على يستنوا في المصارف يعني كل شي تحسه انه بدي صعب. اه اه اه. فهدي واحدة من اكتر اشياء لكن بعدين لو انت عندك اه يعني من الناس اللي متأمل خير في الدنيا ومتأمل خير في نفسك وعائلتك يعني يشوفوا انه يعني هدي مرحلة وتفوت. في سبل في سبل لتغيير الموضوع حتى لو انت عايش في ليبيا. يعني. بس متكلموا على العائلة مش تطرب بتفصيل كبير بس يعني هل انت فتحت الموضوع مع الوالدة مع احد من الخوت او بقول لهم لاحظوا ان رأوا رفهم تغيرها شوية او رفهم اتر فيها حاجة. كيف كيف بداي الكونكشن هو يعني. يعني هو يحسوا بك ان كنت انت فات. بس لانه هم عايشين في نفس الممكن الناس كلها تعاني من نفس الشي بس يعني فيه اللي يتغلب عليه وفيه اللي يستمر في الحياة زي انه فيه اللي ما يتكلمش عليه وفيه اللي يعني. نبيك انت خلينا منهم اما يعني. اه انا نعبر. اه انا قريبة جدا لصديقاتي واهلي وكده. واللي يساعد في الامر انه يعني خاصة يعني الناس اللي اقرب مني كانت عندهم هالبراء حابة صدر يعني انه عارفين انا رفا وين كانت تبيت وصل وبيحكم ظروف معينة شو نصار يعني. بس ما اعتقدش خدت وقت طويل طويل يعني. اه بالرغم من الانهيار اللي صاير في البلاد على الضفة المقابلة كان فيه اه نوع من الايجابية. مثلا نوادي الرياضة بدت تفتح بشكل غير عادي يعني اكتر من قبل. اه مقاهي تتلاقى مع ناس. اه بدي فيه مشاريع حاجات يعني واحد ممكن اه فترة هذيك ما ما كنتيش الدرس انتي ما كانش فيه شغل كان. انا خطرت انين ما نتوصلش مع العالم الخارجي في هذيك الفترة. الى ان اه يوم من الايامات اه اه شفت اه 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 شيني يقولوا له يعني اه فرصة عمل. فرصة عمل. ام. مع يونسكو. بعد كم فترة بعدم التواصل انتي قصدك بعمل ان اه. دي ما تدريزتنا زوم انو اوت انو اوت يعني هل هل اه كانت فترة طويلة اولا او لما تقولي ان عزلت على العالم فعليا انتي في الحوش في الدار في اشتصال في انترنت مرات بس ما فيش ما فيش ما فيش ما فيش سبب يخليك تنوضي الصبح وتطلع للحوش. انا احتجت انا اعتقد ان هو كان هذا التسلسل الطبيعي اللي كان هيصير. اه وكان والانعزال مش شيء غلط ومش شيء سيء. ويخليك تكتشف نفسك اكتر. ويخليك تعرف اه اه تعيد حساباتك. وممكن يعني اني نشوف انه اللي يعاني متلا من كآبة هو مصدر العلاج. هو نفسه. فما تقدش وصلت لدرجة كآبة حادة. لكن واحد يعني ما القالق متضايق زعلان. هادو كل من ما ينحط فوق وبعض متوصل لمرحلة كآبة يعني. لكن قبل اليونسكو اه اشتركت في برنامج تاني. ما كنتش نقدر يعني نولي لشغلي زي قبل لانه يعني انت بتتعامل مع هالبناس ويعني بتتعامل مع طلبة بتتعامل انت مسؤول يعني لو انت ايموشن اللي مش ستيبو ممكن هادو يؤثر في امور تانية. مهم. فكان في برنامج آآ من الاتحاد الاوروبي. حساتك يعني انا ممكن صح من قريش. لكن ممكن يساعدني على فهم منظومة التعليم في ليبيا اكتر. فهو كان آآ من آآ آآ كانوا يدوروا على شخص من جنوب المتوسط. من كل بلاد من جنوب المتوسط ياخدوا اتنين. يكون يمثل بلاده في آآ برنامج اسمه يونج مديترانين ليديز. يترجموا فيها صغار قيادي المتوسط. حساتها بحكم انه هو يتعامل على سياسات التعليم في في الا او يعني خلق استراتيجيات تتماشى مع الوضع اللي صاير في جنوب المتوسط. آآ مجال جديد عليا اللي هو سياسات التعليم. فقلت يلا نشترك فيه البرنامج هو كله كله يعني اسبوعين. ممكن نغير جوي. فمن هداك اشتركت فيه. وبعدين من الدول كلها اللي كانوا يعني مختارين هم في جنوب المتوسط اختاروني انا انا نكون نمثلهم هما كلهم بعدين في الاتحاد الاوروبي. آآ مشتغلت معاهم فترة في ايطاليا. شن هدف البرنامج كخلاصة الاكتيفيتز الحاجات نشطات. الخلاصة هو يعني الفكرة انه في عدم تطابق ما بين مخرجات التعليم. آآ ومتطلبات سوق العمل. في كل الدول هادي يعني. في كل الدول هادي وبس حتى في الدول الاوروبية يعني مش هذه حاجة تخص ليبيا بس. تحس ان تطور الحياة ومتطلبات السوق بفعتت مشاوير المنهج والتخصصات المتاحة وطريقة التعليم والتفكير في المستقبل والبزنس وتسويق المعلومة يعني. بعدين ان حتى شي تاني انا هادي المؤسسات التعليمية ما ما تبنيش الطالب بحيط ان هو يكون او يكتسب مهارات تأهله. انا يلقى شغل ويدير كويس في شغلة يعني. جوجل حياخد كل الشغل هوا وبشمعها اللي عابينا على الحفلة مش هيصير منهم يعني. ده خلاص جوجل اخده كل شي. بما اننا قاعدين نتكلموا على المنح. منحتك طلعت امور تمام. يا بختك يا ساعدك من زيك. بعد ضريبة ثلاث سنوات يعني شوفي. كان بامكانك تديري اتنين بي اتش ديز في التوقيت هدا. ها تقشكر تبني دير اتنين بي اتش ديز واحدة تكملوا يالله. معركة واحدة سادة. معركة واحدة سادة. وصلتي لندن هيترو وقعتوك ما نعرفش. وصلتي ساقعة ولا وصلتي صيف ولا. كان جو حلو كان شعر عشرة. حلو التوقيت تمام يعني. كان توقيت جميل يعني. بح شون كان شعورك ها. وصلتي وبتبتي وبتبلي شابتر جديد يعني. صفحة جديدة. هزمان كنا نجو لي لندن هوليديز. عطلت. يعني كنا عايشين في نيوكاسل لكن مجو لي لندن يعني. نجو لي لندن بس عطلة. او لما روحنا لي ليبيا قادنا نجو بس آآ في الصيف وكذا وهذه خبرة تختلف طبعا. انك تمشي لي مكان بس انك انت استجمام يختلف على امكان انه كان بتعيش فيه. كان بتقرأ فيه. كان بتخدم فيه. بتكون قاعدة اجتماعية جديدة. وانت بتكون انضج. صفحة جديدة وفاضية جدا من كل الحاجات يعني. فيها شوية من هنا وهنا لكن هدفك يختلف. فالظروف الثانية لازم تختلف. طبعا انت اكاديمية ما واش عالم غريب عليك ما واش نمط ما تغيرش هلبة من ناحية الجامعة متوقع منك طبعا ريسيرش اعمق وتركيبة يمكن تفصيلها في اليوم يختلف جزء بسيط. فالعالم هذا مرتاحة فيه. كيف الجانب الاجتماعي كيف جانب الشغل وانتي اصلا جيت هنا ما كانش في الحسبة انك تشتغلي اصلا يعني فكيف صار موضوع انك اشتغلت في موضوع التعليم اللغة او تعليم اللغة بطريقة معينة. يعني هي لندن هلبة كبيرة زي ما انت تعرف. بس في نفس الوقت مدينة لازم تعطيها باش تعطيك. يعني الفكرة انه تخلي عيونك مفتوحين وتشوف الاشارات يمين ويصار شنو تقول لك يعني. فنتذكر انا بحكم اننا يعني نحب تدريس اللغات وهكي. منا متخصة في الانجليزي اكثر من العربي. فنتذكر الباس كان حطني فيه مكان ونمشيت. اه ماشي للجامعة فيها شفت اه مكان مكتوب عليه تعليم مكان اسمه شارك تعليم لغة عربية. فكنت نبي نخش بس يعني في الاول هيك تحس انك انت قاعد فرش وخايف وما عندكش هديك الثقة في نفسك او الثقة في الجهة الاخرى. انك انت تتكلم او تخش تسأل او شي. فمشيت لجامعتي عادي وبعدين انسيت الامكان معاش بدي يجي في طريقي لانا بدت ناخد في طريق تانية. الى ان جاي في طريقي تاني وفقررت انا هنا بيخش خلاص اني لخمسة اربعة شهور خمسة شهور في لندن نعرف اه طريقي وين نعرف الناس نتكلم معاهم نعرف اني الى حد كبير اه في قاعدة تابتة ماشية لها. فخشيت وسألت قلت شن هو هاد الامكان. اه قالوا لي هادا احنا ندرسه في نهيئه ونههله في معلمين تعليم اه اللغة العربية. ونقره في لغة عربية. لغير نطيقين. فحسيت ان هادا اه عامل ممكن نربطه بخبرتي مع فول برايت لمعلمت اه لمجرد لغة عربية في امريكا. فقلت انا هادا يعني شي ممكن يكون اه لها مستقبل. او لها يعني فرصة. فشأت الاقدار ان هداك اليوم كان عندهم اول يوم تدريب معلمين لغة عربية. وكانوا علموا فيهم اه مثد يعني طرق تدريس لغة عربية بطريقة الحديثة مش بالطريقة اللي تعلموا بها زمان يعني التقليدية. فيعني النفس الطريقة اللي تقري بها اي من اللغات التانية الحية. فرنسي الماني انجليزي. تطبق على العربي ليش لا? خاصة اني انت الناس اللي تتعامل معهم تعلموا بالطريقة هادي تعلموا بالطريقة التواصل والمهام وكده كده. فبديت معهم من التدريب. وكملت للاخر والحمد الله يعني كنت top of the class. اه ومن بعدها بديت نخدم معهم يعني اول مرة نشتغل يعني كانت اول مرة خبرة عمل يعني. فبديت نشوف انه سوق تعليم اللغة العربية جدا كبير او سوق تعليم التعلم اللغات جدا كبير في لندن. فبعدين اه كل مرة يصير في تحديد اكتر. مهمتك تعليم لغة معلمك لغة. مش بس انك انت بتعلم يعني بتعلم اللغة بس انك انت بتجيب معها تقافة وبتجيب معها تاريخ وبتجيب معها حاجات يعني بيتعلموا اللغة من خلالها. مش العكس. فكان في طلبة عندهم اغراض جدا خاصة ليش يتعلم لغة العربية. وهذا حساسة جدا اه شيء اه شيق بالنسبة لي مثلا يعني متطلباتهم جدا محددة تلقي الاكاديمي يتعامل مع مؤسسات تعليمية في مثلا لبنان او العراق او كده ويبي لغة يقدر يتواصل بها. فيبي العربي الفصحة اللغة الاكاديمية ويبي شوية مثلا لهجة طبعا بحكم انه في اه متيري الهلبة يعني على تقدر انت استخدمها. يعني قصد كتب ومعلومات موجودة اونلاين. اغلبيتها اونلاين. اغلبيتها اونلاين. نعتمد على اونلاين. بس بعدين من المرحلة هادي بحكم انه كان فيه طلب كبير على اه اللغة العربية لاغراض خاصة او اغراض معينة. بلت عندي اه هوس انه نركب الاحتمامات في منهج واحد. يعني مثلا شخص اه يتعامل مع ناس لها علاقة بالنفط والغاز في بلد معينة في سياق معين. منهج جدا محدد. ان شاء الله يكبر المنهج. لا كويس جدا انه 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 زي ما قلت انت في بداية الموضوع تعليم اللغة او فهمها انه يكون في هدف من الطالب وهدف مكمل ليه من الشخص اللي بيعلمه انه هو الاستاذة والاستاذة. فلو من كل اطار مركز ومحصور تكدر تتوسعي في المعلومات هذي نفسها. يعني مش ضروري يكون يهدرز في الرياضة ولا في مور عامة بس في موضوعه هو تلقيه عنده قدراته وتلقيها عندها قدرات ومعلومات اوسع بحكم انتي وظفتي الساعات اللي تعلمي فيها باش توسعي المجال هدف. يكون التعليم في استفادة لانه هو فعلا يبي يتعلم الحاجات هذي فالتركيزة يكون اعلى. فهمة يكون اكبر يعني. طبعا. بعدين انت لما نشوف تعليم لغتك انت لغة الام اصعب من تعليم مثلا لغة تانية او تالتة. لان لغتك الاولى انت تتعامل معها بدون انك انت تفكر فيها. فمن بعد شارك بدت نشتغل مع لندن سكول اكيناميكس فحتى هما كان عندهم طلبات. انت بتاعك غادية في نفس الامكان ولا? لان في سواس. سواس. اه اوكي. اه الاس اي اللي هي لاندو سكوله اكيناميكس اه شغل برضو يعني. اه. مختلفة. في اي قسم? لاننا شارك سكرت. في اي قسم? ميدليست ستاديز. ميدليست ستاديز. حلو. يعني حاساته أنك تشوف مثلاً حد مش عربي ويقدر يتواصل بطريقة أكاديمية بمستوى عالي باللغة العربية حسناً حلو وتشوفي بالنتيجة على طول هي يمكن حسب موصفتها أنت تكون قصة بس هوسك أنت بالتعليم بصفة عام مبدأة في مرحلة عمرية بدري زي ما قولوا بكري وفي أشياء في الداكرة بتاعك ما نعرفش هالهي من الذكريات السعيدة بحكم أن الأساتي ده كانوا كويسين أو العكس حاجة ما أثرة فيك من صغرك اللي خلياتك تركزي على موضوع التعليم وأهميتها شنهي القصة هذه في قصص حلوة في قصص مش حلوة والأتنين رسخين الحمد لله يعني مش مزاعة لحد لكن لو نرجع بالداكرة قديم يعني في بداية لما حد يكون صغير يعني في المدرسة ما نذكرش أنني كانت عندي علاقة وطيضة مع أبلاتي وماعتقدش كنت نحب المدرسة أصلاً على شنصار زي ما حكيت لك إحنا شوية ليبيا شوية بريطانيا فندكر لما رجعنا وناس صغيرة مش هو إحنا كبار يعني نذكر في قصة كنت نستغرب أن دي ما عندنا أنه المفاهيم أن الأبلات جداً صديقات أنه ما يغلطوش يعلمون الصح وكده بس كان الطفل ذكي يعني يقدر يستوعب ويقدر يفهم ويقدر يميز فكان في قصة جداً راسخة في بالي قبل أن نذكر فيها كان تبينا نصلوا تبي صغار يصلوا كم كان عمرك؟ تقريباً ستة سنين يعني صف أو صف ثاني حلو صف ثاني نذكر فيها لما كنت صنطوطة يعني يوم الأيما تكن صغيرة يعني فالأبلة كانت تقولين لنا غضوة لازم كلكم تجوا مصليين وأي حد ما يصليش طبعاً نعرفه إحنا هذا معناها تهديد يعني وهي طبعاً الفترة دي كي هي الأبلة بتقري في المواد كلها يعني إي طبعاً هي يعني معناش لهي فنذكر أنا جت لأني وابنية تانية نذكر في اسمها دعاء ودعاء نذكر كان تحاول يعني أنها تصلي والي أنا بالنسبة لي في هذا كل وقت يعني فسألتها الأبلة قلتها يا أبلة بقى أنت كيف تعرفي أن حد صلى أو ما صلاش خشتي في العميق أنت يعني قالت لي اللي صلي يبان من عيونه تتلقلق يا ساتر تتلقلق يعني عيونك يبدأ فيهم بريق ويتلقلق وداني واجعوني شوية أوكي أوكي فأني أنا أريد أن أتكلم يعني شون هما يعني عرفت أنت طبعاً في العمر هذي هذي فاكت يعني أعتبرتها إي طبعاً ولا ما شاككتيش أكيداً ما عندكش الحدرة دولي أن يرى هذا رفس بس نوعاً ما كنت حتى أنا لما في هذا العمر شوية يعني مع هذا خايفة من الحساب والعقاب والخايفة جداً أنا الحقيقة ما نذكرش أنا أنا يعني قمت بالواجب لكن نبي عيوني لا لا تب بريزولت من غير ما من غير خدمة يعني فأني والله في هذا العمر كنت نبي ندير شوية تست يعني كان طبعاً نحن نعرف أنه في قبل ما خش الفصل في طابور فهي قالت أنه نعرف كيف شون هما الخطوات اللي هي بتعرف بهم أنه اللي سلوا المسلاش والعقاب وكده كده فقالت قبل ما تخشوا أنا أنا تشاكي يعني بنشوفكم كلكم ندور على عيونكم واحد واحد فكان في نص الطابور جاي عليها الضل ونص الثاني كان جاي عليها الشمس أنا طبعاً اخترت الشمس بشيصير فيه انعكاس أنت في قارية شنيف في عمر ستة وخشة على فيزياء وحاجات يعني فيها أمور بديهية تقريباً يعني فالبنيد وهاء خايفة جداً وكان بين عليها الخوف وهي يعني فجت جاي فيها الدور والأبلة قلت لها أنت وضع أنا كنتي ما صليتيش وضربتها والبنت تحلف والله وكده وبعدين جا فيها الدور تقول لهم شوفوا شوفوا هادي توا واتقة من نفسها هادي عيونها كده هادي صلت هادي فأنا بيني بنفسي يعني هي خلس يعني خلاص فقدت مستقيتها معايا يعني من عمرها دا كل وقت يعني فأنا فعلاً يعني زعلت على صحابتي نتذكر بس القصة حسست يعني كان نقولك يعني استمرت معاي فترة طويلة لأنه اكتشفت أن الكبار يكتبوا يعني قلزي اكتشفت سر باكري 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 يعني نراه السيستم اللي مدارينا فيه خدعة نوعاً ما يعني ما تصدقش كل شيء لأنني فعلاً ما ذكرش أنني قمت بالواجب يعني وقتها يعني بس أنت درتي حاجة أنا قاونت تتست في هذاك الوقت يعني قاضي بس درتي حاجة نادرة نوعاً ما ما فيش حد يسأل أستاذ كيف هادي تهندار شين اللوجيك بتاعك وكيف أنت تكتشف هادي التركيبة هي من وين جاتك يعني هل هي تشجيع من الحوش أو شفتي في مكان تاني أولا هو حب فضول هيكي من في غريزة في كنتي في تركيبة كنتي مو هادة حلاش من بعدين لما قلت لك لما خشيت نجري في الجامعة كنت نبيهم يفكروا بروحهم من بيش أنا نحط أفكار في رؤوسهم أنا بس نبي نساعدهم يحبروا عن نفسهم بطريقة واضحة هذا تشوف في دوري بس هو في النهاية طالب هو محور عملية التعلم يعني بس الفكرة أنني لو ناس صغيرة بحكم ناس صغيرة في الحوش جداً لثيقة بأمي ونحكو في السيارة ونحكو وترفع فيها معاهد للجامعة هي أستاذة في الجامعة دكارة في الجامعة يعني ما كانش تستخف بعقلي لأني صغيرة من عمر صغير يعني من أنا صغير كنا نتكلم أكلام طبيعي زي كل الناس عادي يعني فممكن ما نستخدمش معك في لغة الطفل ولا لوجيك ولا أنت ما تفهميش ولا ما زال بكري ولا كده بالها واسع وتجاوب وتسأل وتحاول ما وصع بالها يعني موسع بالها والله حتى أنا يعني نحاول بس أنك تستكشف أنني نتعلم عن طريق جود بنتي مثلاً في بعض الحالات أن مثلاً ما نعرفش من أيامات تجي تسألك في موضوع أنت مش متوقعتها أو تحكي لي قصة دراما شنصار مع صاحبتها وصاحبتها كيف ردت عليها وأني أصلاً كان في لوجيك وفي سلسل وفي إطار العمرة هو تحس أن الشخصية تكونت تعرف اللي يزعلها تعرف اللي يفرحها تعرف كيف تردي فلانك تعرف كيف تتعلم من كده وتفخر أن هي تعلمت حاجة جي تعلمها ديما نحاول بينها أنا ما نعرفش كل شيء يعني أنا رأى أه أول مرة نسمع بعديك أه أول مرة نفكر بالطريقة هذه تحس هي رأى دارت إنجاز فضيع أن هي شرحت لي حاجة فنوعاً ما حاجات بسيطة نحس أنني أكسبتها تقبل نفس أن هي تسأل وتتسأل وتعلم وموضوع العمر وأنا أدرى منك وأخبر منك في كل شيء هذا نحس فيه تقل كبير حتى في علاقتنا لما تحس أني نعرف كل شيء معاش هاتهدرزي بولا حاجة فيمكن أمك في البدايات هادي أن تنمي الوحيد ما بيناتكم أننا رأى نحن متساويين أنت شخص شخص أني إنسانة أنت إنسانة وفي نفس الوقت فيه تنوع في الأفكار وحاجة اللي افتت انتباهي ممكن منها داك العمر أنا زي ما قلت لك بحكمة صغيرة فكنت في بعض الأيامات نمشي تاخدني معها للمحاضرات وكده فكنت نستغرب خيرا ما فيش عصا وفي حوار وفي يعني يعني يختلف يعني معادلة تختلف معادلة تختلف بس أنت قلت قصة إيجابية من والدتك وقصة سلبية بتاع التلألو رغم أنها كلمة حلوة هي رغم أنها حلوة بس مصيدة يعني طبعا أنت في أكثر من جاهة علمك في أكثر من تجربة تكونك مش ضروري الكلاسيكية البداية عدادة تنوي جامعة في أكثر برنامج أنت شاركت فيه بما فيه هذي المديترانيين يونج ليدرس تقريبا يونج مديتراني ليدرس كيف لخبطتها نعم لأ ذاكرة مفقودة يعني في مابي بروجرام اللي زي ما هدرزنا مبكري أنت تشوف يعني عشتيه من زاويتين أنت مشيتي للبرنامج كمنحة هو تقريبا أو برنامج أسابيع معدودة وانت كنت مديرة البرنامج في فترة فترات اللي أنت تأخذي في القبول وتقيمي من يمشي وحكذا لو نديره 360 للموضوع هذا أنت كشخص عاش التجربة كيف قيمتها شن تعلمتي منها شن أضافتلك هل في حاجات في إدراكك في استيعابك للعالم للشغل للتعليم كاعدة تستخدمها عن طريق التبادل والتقافي هذا في نفس الوقت شن الشخص اللي قاعد يفكر فيها وأول مرة يسبع به شن تنصحيه كيف يقدم على شيء يقدم شن الاستفادة حاجتين نفس الشيء تقريبا أنا مشيت على فول برايت مشيتش على مابي فول برايت اللي هو فيه هو حاليا أنتوا فاتحين يعني اللي بيقدم على منحة فول برايت وهي فيها برامج فول برايت اللي المضلة الكبيرة وتحتها جي برامج تانية فأنا مشيت على برنامج التعليم اللغة كلغة تانية فهو هذا برنامج هو هذا هو ماستر تقريباً لكن أنك أنت يكسبك خبرة كبيرة جداً في مجالك أنت عندك الخيار أنك أنت تقرأ طبعاً هو أنت لازم تقرأ بس يعني تقرأ وتقري بتقري اللغة متاعك وطبعاً يعطوك تدريب وكيف الطرق المتبعة حسب المؤسسة اللي بعتوك لها وفي نفس الوقت أنت لازم تقرأ اللي تقرأهم ممكن تاخدهم كريدت أو أودت يعني أنك أنت تاخدهم بحيث أن تتقيم فيهم كريدت أو أنك أنت مستمع تتعلم هكي زي ما أنت تبي يعني يعني من ناحية المواد هذه وهي سنة تقريباً هي سنة فأنا كنت نبقى ندير طبعاً فلاحة خديتهم كريدت وتحبت لكن كنت نتأمل أنه لما نرجع لليبي نقدر نعادلهم بس حكيت لك أنا من البداية أنا ما صارش في معادلة لأنه لازم نقرأ مع أنه هو نفس المنهج يعني نفس المواد يعني المواد كلها اللي قريتها السنة كاملة لم تعادل ولا واحدة ولا واحدة حلوين حلوين في الماضي يعني الجهد والوقت كان يعني وراهم جبتيهم بعد لا 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 عودت سمسترين كاستفادة بما أنه بدأتي في الفولبرايت مش عارف علاش ريسيرش بتاعي يحطك كشخص طلع على المابي بس يمكن تفيدينا أكتر لأنك أنت أنا طلعت في البرايت ولما رجعت شدأت مابي شدأت مابي بالنسبة لفولبرايت بغض النظر عن جانب الأكاديمي هو تعتبر كأنه ماستر زي ما قلتين برغم أنه مش مفروض عليك أنه تجراها بالأسلوب هذا شنو الأشياء الثانية اللي فيها فائدة بحكم أنك أنت في بلد آخر في ثقافة ثانية أمكن أول مرة بالنسبة لشخص مقدم وما سفرش قبل شنو الأشياء المتوقعة وشنو الأشياء المفيدة أوكي هو من أول ما أنت تفكر في الموضوع وتبحث عليه تعتبر نفسك أنك أنت في رحلة سفر أنك أنت بتتواصل مع جامعات ومع مؤسسات دولية أنك لازم تعرف طريقة الكتابة المقنعة يعني كيف تقنع الطرف الآخر بفكرتك يعني أنت لدور الجامعة بالذات بعدين تقدمي على المنحة في هداك الوقت أنت لازم تقدم لسفارة وبعدين لو أنت يعني اختاروك للمقابلة ممكن أنت تقول أنني بالجامعة الفلانية أو كده ويساعدوك يفترض يعني بس هو هذا يعني 2007 2008 فترة طويلة يعني تقريبا أنا كنت من ثاني دفعة بعد ما فتحت السفارة وكده أي ولاية نيويورك نيويورك حلو كيف كانت كيف والله هي يعني أنا مع عمري ما سفرت أمريكا قبل ومعرفتي بأمريكا عن طريق هوليوود يعني ما عنديش هداك الاهتمام قبل بأننا نشوفهم كان بعيد والفترة طويلة ليبيا وامريكا ما كانوش صحاب يعني مش من الدول اللي اتوقعت أننا نعيش فيها فترة يعني وبعدين نرجع لها نقد أكما مرة نمشي لها يعني على عكس ما أنت ممكن تعتقد أن الناس ممكن مكونوش يعني مرحبين وكده شوفت ترحيب كبير جدا أول شي أنك أنت يعني واخد منحة من الخارجية الأمريكية ويعتبر فيها بريستيجيس يعني حتى لها تاريخ يعني نظرني هو شخص يعني كان هام موضوع التبادل التقافي يعني الفلبرايت بتجيب ناس من برا لأمريكا وبتبعت ناس من أمريكا لبرا فهذا هو فكرة التبادل أن أنت لما بتجي لجامعة من بلاد تانية أنت بتفيدهم بحكم أنك أنت جايب لهم العالم لعندهم وفي نفس الوقت أنت بتتعلم شن هما عندهم بس هي مش حاجة سهلة يعني أنا كنت لازم يكون عندك رحبة صدر وهكي أفق تقدر تتحمل حاجات تختلف عليك ممكن مية في المية زي شنو يعني مفاهيم تختلف هي يعتمد على درجة تقبل انتعك يعني هي بتبدأ من أول ما توصل المطار والسيستم كيف يختلف طبعا الأكل اللغة لطريقة تفكير الناس شن هي الفكرة اللي عندهم الفكرة المسبقة اللي عندهم نتذكر وقتها يعني ما كانوش يعرفوا ليبيا ولي يعرف ليبيا يعرفها عن طريق المعروف عنها سياسيا أي حد ممكن يعتقد هو محول اهتمام العالم أن أنت يعني جاي من البلاد هادي وتعنيلك وكده فلازم تتحضر بحيط أنك أنت بتقدم بلادك يعني المفروض في أحسن صورة يعني نفس الوقت هما ما عندهم شتراية كبيرة ولا اهتمام اللي بتقوله لهم بيصدقو واللي بتقوله لهم مش بضرورة بيصدقو بس يعني أنت ممكن تكون أول شخص ليبي يشوفوه حسيتي بضغط من النقطة هادي يعني لا والله حسيت ب أن أ أ أ أ أكثر من موقف حسيت أني بحيونية في موضوع أن أول شخص يشوفوه من البلاد هادي ف مشأت متحضرة واشتركت في أكثر من مهرجان ثقافي حلو ورفعت معي الرداء ودنيا كلها بس أنت عندك نقطة هادي من عرش تنطبق على المواقف هادي يعني قلت يعني نقدم ليبيا بس ما نمت تلحاش يعني شن جانبين هما شن هيا هو هو أنا دي ما عندي في رأسي أن تمثيل هو تمثيل رسمي دبلوماسي تقديم تقديم تقافي خارج الإطار الرسمي في النهاية كل واحد يعني يقدم جانب اللي هو يكون قريب لي يعني ممكن أني وإنت قدموا ليبيا بطريقة مختلفة بس هم يعني بس لما بتمثل ليبيا بطريقة رسمية أنت محكوم بشروط وأمور معينة يعني بس ما عندك ش انت ضغط التمثيل يعني تقدمها تولي جانب ثقافي جانب اجتماعي جانب اجتماعي جانب يعني مثلا نشوف في عندنا أمور تنوع حلو في ليبيا واحد يقدر يقدر يقدم بطريقة يعني حضارية وحلو يعني بس التمثيل دي ما عندي مرتبط بالنسبالي ممكن حد تاني اعتقد شي مخالف بس نشوف فيه يعني انت محكوم ب اطار معين وحتى فكرة تانية عفوا انك انت فكرة عامة نشوف ان كل انسان يمثل نفسها يعني اني من جيش نقول مثال البنت اللي بيا اللي كدك لا كل حد وعنده شخصيته كل حد يقدم جانب من جوانب خبرته يعني ما تشوفيش حد بدائر حشمتنا ولا لا لا بدا هالبناس يدروا في العالم مشكلتهم الشخصية لا لا يعني فكرة انا لازم كل بيطلع برا او لازم يكون يتحلى بحصن السيرة والاخلاق والسلوك لا مش مضرورة بشر احنا كلنا زي بعض واحدة من الحاجات اللي تعلمتها في امريكا ان الناس هم الناس وين ما يمجوا يعني احنا كلنا زي بعض عنا نفس النيدز نفس الاحتياجات ممكن بس الاختلافات في طريقة بس اختلاف وبعدين في امور تانية في التقافة وفي الدين وفي اللغة هذي حاجات احنا اخترنا نكونوا بطريقة معينة بس كإنسان هتلاحظ ان الناس كلها زي بعضها يعني جزء من الرحلة بتاع فول برعت ولا حد بيطلع ما بهادي يمكن الاكتشاف ان نراه الفرق نوعا ما ابسط من ما يتوقع والاشياء اللي تكون متقاربة اكتر وشين حاجات تانية اللي تستفدي منها في رحلة السنة هذي في فول برعتين طبعا اللي شفتها في امريكا ان الناس ديما اون درون يشتغلوا هلبة ساعات طويلة طلبة لو يمشوا مثلا للمكتبة يمكن يوم كامل فعلا انا ما اقولك يوم كامل من الصبح لليل فاحنا في ليبي يعني انت هد بوهم ساعة ثلاثة ماكسيمم يعني مساحة للاجتماعيات في امريكا كان الاجتماعيات ممكن يوم في الاسبوع ومرة لا فيعني اغلب واكتر الوقت انت حتقضيه بين الكتب والقراية و بعدي بالنسبة لك انت حاجة حلوة لنك في تعلم وفي ما حسيت بضغط ولا مش ديما لقيت البالنس بتاعك انت حاولت حاولت لكن ممكن يكون شوية اكتر من واحد يعني من يعني هي السنة مش مش كافية انك انت تغير طبعك يعني صعبة شوية خاصة ان سيستم التعليم يختلف تماما يعني السيستم التعليم او نظام التعليم في امريكا يختلف على بريطانيا يختلف على بس لو باش نديروا اجزة لموضوع مابي وانتي ادارتك لها قبلها لو تلخصيهم ليست مثلا ثلاث حاجات اللي قلت يا بتاع امريكا زادت في رفع شو هما ثلاث حاجات تقصد في ليبيا ولا في امريكا في امريكا الفول برايت اكسبرينس لو تلخصها في ثلاث حاجات انتي لتوق عدم استفيد منهم في تفكيرك اول شي يعني يوم انت فول برايت انت فول برايت والعمرك والفول برايت وكأن تايتل يعني متوج بالفول برايت ان لما ينحط على السي في هي حاجة جدا كويسة وكأن يعني يصير وكأن تشيك للتقة يعني انت خلاص الشخص مهتوق فيك انك يعني ختم الجودة ختم الجودة جودة الاكاديمية يعني ختم الجودة هذه حاجة شي تاني اللي استفدت منه الشغل تحت الضغط او القراية تحت الضغط وثالث شي انك انت تقدر تستعين بمساعدة ان الجامعة لازم توفر لك مساعدة اللي هذي حاجة كنت نتمناها تكون عندنا في ليبيا ان مثلا عندك اسايمنت انت متعرفش كيف تديرها حد في الكوريا سنتر في الريتينج سنتر يساعدك موضوع تيوترينج يعني مهم جدا هما يعرفوا هما يعرفوا انه لما في انترناشنل ستيدنج اللي هو مثلا المدرس متوفر بعد الساعات في اي مادة في اي تفاصيل في اي تكتق الباب بتحصل الحل هي لازم تدير موعد لازم تدير موعد بس لازم انت تكون درد يعني هو انت بتكون درد شغلك وهو بس يساعدك كيف تحسنا مش حيغشش لا 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 بس بس حل كبير انه واضح انه الشخص اللي يبي يدف روح على المستوى اللي بعد انه دا يرجه نوعا معي انا ما كنتش شوفي يمتي يا زادو يعني في الفترة كلها في امريكا لان تركيزي كان في كل الاماكن يعني ما كنتش طالب موثق يعني بش كل الاسف انه اهتماماتي زي ما تشوف انت مختلفة يعني بس حطونا في 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 زنقة العلمي ادبي ف ما كانتش الخيارات اوسع ولا اه دير دوكيمنتري ولا دير منتاج ولا دير افلام ف بس تسكير دماغ وصلني لها في النهاية يعني بعد عشر سنوات يمكن اه زي ما شفت زي ما شفت مابي شن مابي شن البرنامج قداش طولها انت قداش دفعة خرجتي شن بعد ما شفتيهم ولو شن استفادوا يمكن انتي كابزيرفينت انترستين لانه يمكن هما في تصورهم اشياء بس انتي تشوفي في رقم من الناس ايه واختلاف بفور ان افتر يعني مابي هي برنامج من الخارجية الامريكية حتى هو لكن شن الاختصارها مدل است مدل است اللي هي مبادة شراكة مع شرق الاوسط هي في البداية كانت بس يعني في شرق الاوسط بعد انت وسعت اللي هو شمال افريقيا هو البرنامج اكبر من مجرد يبعت طلبة او تبادل ثقافي لما انا بديت معهم كان الاهتمام الاول هو التعامل مع مما يسمى بالمشتماع المدني اللي كان مش موجود في ليبيا في الفين وعشرة المؤسسات الامريكية و نظيرتها الليبية يعني فاني من خلال برنامج ده زدت عرفت ليبيا او عرفت من منظور اخر يعني اكتشفت قولينا الاسرار لا اكتشفت قدش ما انا ما نعرفش اكتشفت ان لهو مفيش اسرار يعني بس ان لانك تكون مش زي لما كنت مش يعني في المواضيع يعني عرفت هلبة حاجات مثيرة لاهتمام الحق يعني لانا اشتغلت على مشاريع مش بس في التعليم مش بس مع مؤسسات تعليمية مع مثلا الصحة مع هذا الاثار الكشافة فكانت كنا نحاولوا ان احنين نوصلوا للمؤسسات هذه الكبيرة ببعضها بحيط هذا هو يصير فيه التبادل التقافي بس الجانب الاخر ان تبعت طلبة لهذا البنمج للليدرشيب هذا كان تحت فول بريت يعني ما كانش او كان يعني تم التنصيق لهم مع الفول بريت يعني لانا نوع ما اكاديمي حتى هو اكاديمي لانا انا كنت فما كنت نوعا ما نشوف من هما الطلبة ونشوف نحاول نساعدهم في كتابة المتح ونحكي لهم على شنو يتوق يعني تجهيز يعني وبعدين هي الفكرة مش انك انت بتجهزهم يمشوا وبعدين تنساهم لانا لما يرجعوا في حاجة احنا نعرفوها انه يصير يعني انت تمشي تنصدم تروح تنصدم خبطين على الراس خبطين على الراس احنا نقالوك للصدمة الاولى ونرحبو بك لما بتهك للصدمة التانية كداش فترة اللي يكونوا فاها في امريكا خمسة اسابيع اه اوكي تمام خمسة اشعرف علاش في دماغي سبوعين خمسة سبوعين يعني يتكلم على شهر شوية يعني يقولي سبوع يتعودوا على هادي الجيت لايك الفرق التوقيت بتاع سبعة ساعات وما بين ما تأقلموا وعوهم وين ديروا ثلاثة اربع لفات ينصدموا ويرشع تاني بس فترة كويسة بصراحة لاني زمان كنت نضطر في في نهاية راس السنة وكريسمس طبعا عطلة في الجامعة وهادي ما بين سمسترين يعني اني نرجع مرات ندفح شوية نستنى ناخد تذكر متأخرة الموضوع كلها كلها سبعين فإذا بك تمشي تعد لتوقيتك شوية وتفيقي ثلاثة اربع ايام ودرجع ثاني فشوية شوك للسيس بس خمسة سبعة محترمة للفترة يعني وفل يعني نتذكر برنامجهم جدا مليان واللي ما كانش يعرف انجليزي كان في برنامج في بيروت نفسه اللي هو بالعربي فاللي ما يحصلش فرصة يعني في امريكا يمشي بيروت شن يديره في الخمسة سبعة هو طبعا هو لانه فترة طويلة بس هو يعني حسب ما نتذكر انه بيساعدوك انك تكون انسان قيادي في مجال معين تدريب على خبرات قيادية يعني ورهم اماكن شغل معينة في جزء منها تعليم كورسات ولا هل هي رحلات تقريبا ليه علاقة بادارة وقيادة مؤسسات مجتمع مدني وفيه بعض البرامج السياسية تقريبا لكن انا ما كنتش يعني ما كنتش ما كانش من ضمن البروفايل المتاعي يعني الموضوع التبادل المابي كان امور تانية كانت توسع اتصال بين المؤسسات بعدين قبل الاحداث في 2011 يختلف على بعده كان يعني نوع ما الشغل كان محصور هل بالفترة كان جدا محصور بعدين في مكتر ما صار في فائض من من الاهتمام والحضور من المجتمع الدولي في ليبيا وتكون مؤسسات مجتمع مدني محلية في ليبيا في هذيك الفترة اتذكر ان انا فكرت ان الناس مش كلي عارفة التواصل مع بعض ففكرت في اللي درناه في جامعة ترابلس وكان من أنجح البرامج يعني تذكر يمكن اما مرة تعاملنا مع بعض قبلنا يعني في الجامعة كان في تقريبا 200 منظمة وفي اليومين جو حوالي 4000 شخص وفي نفسها مش أن عملية منظمة كل واحد تدير كرسي وطاولة ويهدرز وكان في نشاطات وكان في حوار وكان في ووركشابس في الفصول استغلت المربع هدك بطريقها يمكن ما عمراش استغل فيها فالقبل لبعدين والله قالوا لي أن آخر مرة نفورة هو ما قسم هي قسم هديك في فكرة هديك في منطقة الدراسات العليا تقريبا رئاسة الجامعة مدخل الجامعة ترابلس قالوا لي نفورة من 1979 ما شغلوها شغلوها لما طرنا للشوكيس لا خليتي بصمتك في الموضوع هدك وفتحتي لهم بتوسع طب حسب الاوبزرباشن اللي قلت لك قبل وبعد أنت تشوفي فيهم زي ما قلت تجهيز الصدمة وتجهيز بعد الصدمة الأشخاص أو الشخصيات اللي قبلتها شن تغير فيهم شن استفادوا شن الفرص اللي وتيحت لهم بعد البرنامج بتاع ما بي بعد خمسة سبين والله أنا شفت هلبة من طلبة الجامعة سواء في قسم الترجمة وقسم الإنجليزي يقدموا على البرنامج ممكن لأن كلية اللغات يعني تفتح المجال لشخص أنه هو يتواصل ثقافيا مع دول أخرى عبر برامج زي مثلا اللي شفتها أو لاحظت أن لما رجعوا طبعا بعد من خلاص يعني تم موضوع الشك وكذا كلهم حصلوا أماكن شغل كويسة يعني يعني مثلا قاعد نتواصل مع أغلب الطالبات والطلبة نشوف أنهما من إلى أحسن في متنورين عارفين عندهم دراية بواقعهم ويعرفوا يعبروا عليه كويس ويعرفوا احتياجاتهم وشن نقصهم ويعرفوا شنو كيف يستفيدوا من البرامج الدولية لأنه أنت تعرف أنهم نوعا ما خشين شوية بيثقل البرامج الدولية وهي فرص كويسة تعتبر يعني حاليا خاصة في التدبدب اللي صاير في مؤسسات الدولة ففي نشوف أن مع العكس مثلا لو شخص قاعد يسمع بيحاول يقدم شن المطلوب وهما شن نوعية الشخصية أو المؤهل يقول آه هذا يصير منه أو يعني زي ما تقول مش النظ مية في المية حيكون مقبول بس يعني جوجة من الناس اللي يمكن حيوصلوا ليستة المبدئية كأبليكتز يعني طبعا الكادر الوظيفي من هذاك الوقت في الوقت السفارة يختلف تماما وما نعرف وما نعرفهمش شخصيا يعني بحكم بتقولينهم هكي بالعربة ما فيش واسطات ما تكلموني ما نعرف حد ما نعرف لكن اللي نتذكر فيه من هذاك الوقت إلى تو لو في نصيحة ممكن هي أن يعبروا على نفسهم بطريقة جدا واضحة في البرسنل ستيتمنت يعني البرسنل ستيتمنت هي الورقة اللي بيكتبوها عليه شن داروا شن بيديروا وشن يتوقعوا مش حتكون مش الرسالة الخاصة يعني زو ما تقولي تعبيرهم عن عن هدفهم أو مبتغاهم من اللي بحققوهم أوه شي تاني ما يكونوش متواضعين في الكتابة يعني يشيروا لكل ما يعتقدوه إنجاز وأنه مميز في الشخصيت وفي تفكيرهم والشغل اللي يمدارينا طبعا يعني مش فكرة أن يعني لو يبوا هما فعلا يمشوا لازم يكتبوا بطريقة أن تبين قدراتهم وبشن هما فخورين حاجات فعلية طبعا حاجات فعلية طبعا يعني بشن هما فخورين حاجة دروها أو حاجة يتمنوا يدروها بحيث أن هي ممكن توصلهم إلى شيء في المستقبل عينهم عليه هذا بيكون اختصار يعني خلاص والباقيه تدري لهم كورسات خصوصية بالك يعني درت في وقت من الأوقات ورش عمل على الموضوع ها حلو بس فترة دي ما شوية تماما عادي تقدر تندره أونلاين يعني بارك نديره أونلاين فيديو هيكي بروغام كيف تستطيع تدري لهم تهرق 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 بزنس ما أنت حتخش من الأكاديمية للبزنس يعني ما ظنش فيها مشكلة ديفرشن ديفرشن كده وما لا أتوقع أنه فيه حاجة على اليوتيوب واضحة بهالطريقة هدي وخاصة شخص عنده خبرة ومعرفة من الجانبين طبعا ما نعرفش يمكن تقنعوها أنا تشبح لي توا بتاع أنا قاعد قاعد نهدرز مع نفسي يعني أنت أصلا تشبح لازم تشبح ليش أساسا نعم نشبح للليستة بتاعي تناقريب كنا زي ما قلت لك أنا مامري زيرو يعني فما نحفظ في شي وصلنا بحكم نحن في السيزن الثالث نقطة مهمة من كل هديريز اللي نديروا فيه أن الشخص اللي نهدرز معه أنا بنستفيد منه بفكرة وأهم فكرة من الأفكار اللي يمكن مش طروري تكون فيه قالب التخصص بس تكون شيء هو يدير فيه اكتبلي أو شيء هو مقتنع به كأسلوب حياة اللي يمكن يحفز الناس التانين يطلعوا من الحفر اللي هم عالقين فيها أو المطابات اللي قاعدين يعني حاصلين فيها في المرحلة هذه بالذات ما نعرفش هل غيرتها ولا قاعدة موجودة أنا بسميها ديما الفكرة الكبيرة اللي كنتي اللي هي ذكرتها أنت في التدريز أن حوار هل الشخص مسير أو مخير أنت يمكن قلتي النقطة الأهم من هذا كله أن الشخص يكون مسير في ما يختار وهدي تنطبق على يمكن كل الحاجات اللي هدرز فيها لو يعني بتقدمها كأسلوب حياة لشخص شن معناها أنا لغويا نريح فرس في نفس ذلك نحس فيها أنت بحسب ما ذكرت حاجة كويسة وحاجة مفيدة وحاجة تسهل الدماغ التفكير في الأمور بتاع الحياة يعني بكل بساطة نخلوها يعني مش معقد أن واحد يحط قدامه هدف ويسع على واللي يصير بعده هو مش ضامنة في أمور أنت تقدر تتحكم فيها وفي أمور لا فواحد يكون شوية أوبن يعني وفلكسب ولو بتفصلي كأمثلة يعني لو بتفصلي مسير فيما يختار يعني يعني مثلا أنا ما كانش في بالي تدريس اللغة العربية أبدا أنا مش هذا الحاجة اللي أنا يعني في بالي فاللي أنا شفت وتكررت أكتر من مرة خديتي قرار خديتي قرار أن هذا ممكن يكون شيء كويس نواصل فيه ويبدو أنه ماشي كويس نعم الربط بالنقطة اللي بعدها شبه مباشر يعني لما نينسلك في العشر سنوات القدام وين حتكون شن حتكون تديري في مجال العمل وفي مجال الأكاديمي والحياة حتى هنا غادي لو ديري قفصة أمامية تنجيزة ننجز بعد عشر سنين أنا من قبل أنا تو وما قبل كانت كلها نشوف فيها أهداف مش أحلام واحد اثنين ثلاثة هكي وكهتبتهم وتحققهم هدا هما هكي امتحدا هدا المسار من بعد ما نكمل إن شاء الله ممكن يكونوا في إطار الأحلام أنا ما عنديش تصور واضح جدا للمستقبل ليش لأن ممكن تو بيزي ما فكرتش القدام أكيد فكرت القدام لكن مش خطوات واضحة أو يعني أمور يعني أنا بقيت لك بداية تدريس من عمري 19 وكنت نقرأ ونقري ونقرأ في ذاك المراحل حلب حاجات فممكن ما بعد المرحلة هادي في مساحة مفتوحة أكتر لأمور أخرى ما فيش بيزنس لعلاقة بالسبتايتلين والبزنس لعلاقة بالترجمة ممكن ممكن أنا كاتب حاجة لعلاقة بالسبتايتلين ودوكيمنتري بلك غيرتي الفكرة من آخر مرة ولا قاعد هذا موجود في الأفق في الأفق حلو وكن ديرها آخر سؤال هاديك طبعا الروتينيك أكيد يختلف من فترة لفترة بس مؤخرا كيف تغضي في الصبح من أول ما تولع المطور بتاع الدماغ وكل شي أنا الدماغ ما يبدأش يختم قبل ساعة 12 فقبل المرحلة قبل ساعة 12 أمور تاني ملاش علاقة لبخدمة اللي بقرية اه قز يقل الدماغ ما يخدم ما يفكر ش في الخدمة اللي بعد ناش لكن الأجهزة الأخرى تشتغل شن شن تديري قبل ساعة 12 عادة نتريض او نمشي مسافات انت تعرف يعني لندن تشجع في الأمر هذا تبي تمشي في وسط البلاد أو تمشي مثلا برة حتى تلوى في الصقع هيكي تصور ايه ايه تخيل مش صبح بكري بكري يعني تمانية ونص تسعة حلو بساعة هيكي سواعة تتمشي مع نفسك مع فكارك مع موسيقى مع حاجة شي اه موسيقى مش ديمة ولو في موسيقى عادة مش أغاني مش حاجة فيها كلام لأن ممكن تشوش عليها شوية نحب يعني الحاجة اللي علاقة مثلا عود قتار قانون حاجات ما تفردش عليك فكار بكلام حاجة هيكي ممكن جعز اه نبدأ يومي عادة بتمشي طويلة مغير فطور مغير قهوة مغير شي هلا اكيد لا ناخد قهوتي اكيد قبل او منوض او مرشت الحياني قهوة وبعدين اتوجه للحياة الحقيقية اللي هي اللي هي مكتبة اللي هي خدمة اللي هي حتى الناس اللي تتلاقى معهم في الجامعة يختلفوا عن الناس اللي برا الجامعة الحديث يختلف طبعا اهتمام ما تختلف كيف كيف البالنس ما بين التراسة اللي هي البي اتش دي والتدريس اللي هو الشغل وتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها مرات نشوف في لينك تواصل بناتهم مرات ما نشوف بحكم أننا نتعامل في مجال اللغات عامة فهو مرات نحس أن هذا يفيد هذا وهذا يفيد هذا بس الحقيقة أنا نشوف أنا نقعد في ووصلة لمرحلة مش كادرة نسيب هذا على الحساب هذا أو هذا الحساب هذا لكن في مرحلة من المراحل لازم لما الواحد بيركز على البحث لأنه هنا في بريطانيا كلها انت هما يعطوك المصادر وانت يعني هم مع نفسك هم مع نفسك تغرق ما تغرقش والي هم شا علاقة أنا قعد لسؤالين كيدة تسمى فيهم طوى ولو ولو بس لازم تقدمهم بطريقة مختلفة بس ببساطة اهتماماتك هلبة وخاصة أن أنت عندك شغف في التعلم والتعلم الداتي و شنية الاستكشاف الداتي لا الموجه الموجه نحس فيه هيك شوية سياسي شوية يعني الاستاذ فهمه بيوصل في التركينة بس تاني هيك يسرح ديما الكونسيبت والترمز أكبر من الحقيقة من الحقيقة نفسها دوشة هادي على جنب والمنح ولندن وغير لو نبي نعرف شغف رفع بشيء آخر اللي هو ما درزناش بيه وانا ما جبتاش في الحوار وما نعرفاش عليك وانتي شبه متعمقة أو عندك حوص كبير وعندك جمهور تبي تشرحي لهم الفكرة أو النظرية أو يمكن حاجة تكون حتى أبسط من هكي شن هو الموضوع اللي انتي يعني مهتمى بيه لدرجة ان ما كنت تلقي فيه محاضرة في ربع ساعة تلت ساعة وبحماس كبير خدي وقتك لو مش في بالك تشبحيلي بهكي بشوية كرهة يعني كأني حطتك في موقف وحش يعني والله ما نقدش نقول هو يعني حاجة هلبة يعني لكن نتذكر في حاجة من الحاجات اللي هي زي ما تقول خطفة قلبي شوية ان في فترة ليبيا لما ضي كان يهرب هلبة فأنت ما عندكش يعني حط لو عندك مولد وكده يعني مش مش نفس الشي ما عندكش انترنت ما تقدرش تقرأ ما تقدرش تتصل بحد تدرس عليه ما تقدرش تدير شي وحت هيا حتى اللي تسلط تعلن الشبكة مربوطة يعني فأني تفتكة من كل شي في كل شي فأنت لما تفتكة من كل شي انت تبدو بتتعارك مع نفسك يعني في بدع عندك طاقة انت وان بتفرغها طاقة هادي نتذكر ان في فترة من فترات ماما بدت تتعلم في كروشة وكدا يعني كروشي 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 نعرف نظني لها كلمة تانية بس مستحيل نجيبها طوى يعني آآ مش تريزة لا مش سنفها اللانا ولا اللانا هو اللانا هو اللانا شفتي شفتي طلعت قفلح مني با فهي دي ما يعني لازم تستفيد من وقتها فبريد تتعلم كيف تدير شي لان كيف تدير تواقي كيف تدير مش عاف شني كيف تتعلم ما فيش يوتيوب ما فيش حد بطلع حال والله بريد كورس خشة كورس خشة كورس وبعد ان آآ هي أصلا تحب الخياطة أنا مش من الناس اللي حبوا الأمور أو ممكن ما تدربتش علىها فلقيتها والله هي تحط الأنرجي متاعك في حاجة تشوفها قدامك تشوفها قدامك وبعيدة على التكنولوجي وبعيدة على وتشوف بعدها يعني يعني حلو فانا تذكر درت أكمل حاجة يعني فتاولا ما نرجع للصور وهكي ونقول أن حاجة مريحة أنا كنت تتحامل مع مع الصوف مع حاجة مناش علاقة بتكنولوجي لشي في حساس تاني بإيدك تخلقي حاجة من تشوفها بعدين كيف يعني شن من منتجاتك اللي فخورة باها يعني والله عندي هلبة شيلان يوسفل في التوقيتها هو يعني استخمي فيهم طبعا نذكر حتى هداية مجموعة يعني شين الألوان أزرق وأسود وتركواز تحبي الأزرق شكل حتى ملفك بتاع القرار أزرق أزرق أين أنا مش أنت اللي اخترتي لا أنا اخترتها الأزرق هيكي كاتشي بالنسبة لي حلو في التنصحي في أوقات الضغوطات اللي مرات الحد ما يلقاش الحاجة اللي بيها أو صحي الله سترس أو كحرباء أو غيرها يتعلم حاجة اللي هي يقدر ياخدها معاه مش مربوطة ببريزة أو كحرباء ويديرها في السيارة يديرها في الدار يديرها في الحوش برا الحوش عادي وبعدين حتى يريليس أنجي طاقة اللي في الدماغ تطلع طاقة سواء في دماغ أو جسم أو اللي هو يعني فترة فترات الغسيل المعين كان يطلع في العنج والله فتعنت بيك والله أكتر حاجة نكره لا لا الهواية انتقلت معاش ما موجود مش حنختمت فاها بس في فترة فترات والله قابل ما نديد لك شال بلاش مقابل شيني قنداش غسلة يعني لا منعرف شعر أهلية صوت المية ولا ركت قربيج الواحد ولا الصبون فيه ما هوش يعني انجويبل بس يطلعك من دماغك اللي حاجة ديري فيها بإيدك وفيها ريزلت عرفتي فيها بفور يعني زي ما تقول يعني هذه واحدة من الحاجات اللي نحب نديرها يعني بعيدة لعلى فكر ولا كتب ولا كل شي ولا آخر سؤال أنت لك فترة تسمعي في البرنامج بودكاست ما نعرفش قداش حلقة سمعتي بس كشخص يعني ملم بالتعليم ملم بالكوميونيكيشن ملم باللغات والثقافات اللي هي نشتركوا فيها يعني سواء انجليزي سواء عربي سواء ليبيا سواء منطقة والتعامل حتى مع لهجات يعني الشخص لما يسافر حتى في أمريكا وهنا زي ما شفت انت تتعاملي مع أشخاص آخرين من دول جيراننا اللي هما يتكلموا لغة قريبة مننا كل العوامل هي كمستمعة شني تشوفي الفائدة من البودكاست مش البودكاست بصفة عام البودكاست هذا يعني وشن ملاحظاتك وبعدها علاش جيتي ووافقتي ودرتين ترويو يعني حلو أو حاشة بنقولك مبروك يعني فكرة هلبة حلوة ممكن سمعت لي كل البودكاست كل يوم ثلاث قبل ما نبدأ يومي نحب نسمع نشوف خبرات الناس التانية شنو شنو كيف حتى أنا نختلف عليهم أو كيف أنا زيهم أو وين وين الأمور اللي أنا ممكن لو في موقف كنت زيهم شن حندير يعني بحكم يعني كل واحد ثقافته وخلفيته وكده وظروف اللي نحط فيها فديما نحب نحط نفسي مكانهم ونشوف أنا شن كيف حنتصرف أغلبهم أو لو مش كلهم عندهم حاجة يضيفوها هي حاجة إنسانية touch إنساني جدا واللي زيدي خليني يعني في connection معهم it will sound racist لكن إنهما ليبيين يعني أنا أنا فكرة تكون ليبي بس عندك إطار محدد ليك أو أنت مفروض تكون هيكي لأنك ليبي هذي مش موجودة مع مع ضيوفك اللي أنا شفتها يعني أنت عادي فكرة التنوع فيه تنوع كبير وفيه اهتمامات مختلفة وفيه مش فرق مرات تلقى ما بين الجنسين يعني ممكن تكون العرقيل اللي مرت تختلف من هذا لهذا لكن حسب الموقف اللي أنت فيه يعني فحبيت حبيت نشوف نفسي في مكانهم يعني ونستفيد منهم آآ علاش وفقت لسببين السبب الأول لأنه لما تعاوننا مع بعض في ألفين وحداش كان كويس يعني نتذكر أنه هو يعني حتى تغطية الشوكيس كان جدا ممتازة وصور قاعدين لتوة يعني فكان التعامل معك إيزي ومريح ممكن أكتر ناس تريد صور والفريق اللي معايا هم أحلى مني وضوقهم في التصوير أنا الفيديو يعني أكتر حاجة والفيديو حتى هو يعني استخدمناه لما عرفنا بالبرنامج كيف كان لأنه بعض اليومين الشوكيس كان فيه توسط بس اللي راحت مننا فكرة الشوكيس اللي هو المعرض كبير لكل المنظمات اللي درتيوه في الأيامات السفارة الأمريكية يعني المتخدمة عادية وكان جامعة ترابلس جدا مرحبة بنا يعني هي اللي استخدمنا الأرض المقدسة اللي ما استخدموهاش من السبعينات وزوقوا على خطرنا وغيروا نظفوا الدنيا ويعني خدوا الموضوع بجديات وإني كنت سعيدة جدا لأن أول شيء اشتغلنا مع بعض قبل وكان كويس وتاني شيء أنا أؤمن بك شكرا جدا وشكرا على وقتك يعني ما هواش مرات اللي يسمع يقول لأقعمزنا هدرزنا فتب طويلة بس في مجهود يعني في تجهيز وفي وقت وفي هلبة حاجات يعني فأنا جدا جدا أعتز بهذه الشهدتين وفي نفس الوقت مقدر جدا لمجهودك أنت باش توصلي صورة جميلة ويجابية لأقعمزنا لأقعمزنا مرات صاروهم أحباط مرات يشوفوا في الهدف بس مش واضح والناس اللي رايح عليها هل بأفكار يعني اللغوية ولا في الاتصال فأنا نتمنى أن يستفيدوا منك حتى القدام ويرسلك ويضغطوا عليك ندير الكورس مع بعض قوية الغمزة الأخيرة هذه شكرا شكرا لك هذه حلقة الأسبوع لو عجبتكم لا تنساش دخلي تعليق بالمواضيع اللي انسجمت فيها دير لايك شير وسبسكرا بالمحطة باش كل الفيديوهات الجديدة تجيك في وقتها هذا اللينك بتاع الباتريوم لو تبي تدعم البودكاست بطريقة مباشرة لو بتسمع الحلقات المطولة من الحوار بتاع هذه الحلقة الرابط في الديسكريبشن نتلاقوا لسبوع الجاي اشتركوا في القناة